في نهاية الدرجة نور ما نقتع الشغير اللي يليدي حمودة ووتي حمودة نعم، نعم يا خالي بقول لك إيه هاتة البرينس متعالي أنتم مصحبت أدن لنزل خالتكم فيسا من فوق يلا طلع 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 بسم الله ما شاء الله عا تقدر يلا استنى، استنى حمود تفوتني الأول خالتي مين؟ هاي قل مين يا خالتي؟ يا أختي من العروسة يا أختي يا سلام عليك يا صفية يعني هي الأوضة يا أختي مكنتش تنفع إلأة الفتحة يلا واللي حنعيده ونزيده بقى هو تحكيم رأي وخلاص يا صفية أه هو تحكيم رأي يا أختي الفتحة في بيت العروسة يعني في بيت العروسة أمي بقى يلا حمود ألا برينس خشوا يا أول محاجة أنتك يلا يا أختي على مهلك جتك نسيبك على مهلك أنت عملت حاجة يا والد أقوعى كده أنت وهو أول مالفرخ مالا يا أختي مالهاش عايزة تنمى عدنومها لأ تكون شايف عرسة ولا حالة لا مفيش عرس يا أختي مفيش الطمانة ده فرخ يتاكل القرس نفسها خدوا بقى لكم بقى قال لي يعني الفتحة ما تتقريش اللذبية العروس عالا ياليا حاجة بقى وعايزين يفرح ومالياختي الودي المنين عبدالله راح بيه العريس راح يجيب الأستاذ تنمى يا ودي تعيدل يا ودحة توديه البتالية يا ودي يا حمودة تعيدل يا ودي بعد الشر عليك من الداخل يا أختي أوزن إيدك يا ودحة إيه؟ ما توزن يا حمودة يا ساتر يا رب ده جاي من قرنة نصيبة ده ده بنمو حمودة اللي كان جنبنا هاني يا ساتر وحي ودي اللي حباني اوعي كده شكرين يا حمودة يا بنت انت وعي على جامح حجاز يا بنت انت وعي على جامح حجاز على مألك يا أختي إيه ده طب عزيزة يا حبيبتي على مأة عود يا خانتي مالا سمالا بسم الله ما شاء الله بيت حبيبتي هتشاط نال لحماتك يا بيتك بيت شحط عطا دي خلاص ده يا حجة هوليلا خد يا خانتي يا أختي خطو عزيزة ألف هانا يا صحتي يا أجتم يا أبي الرجل عيان ورائد الفضايا حتي إيه يا أولية ما كناك نزغرت للبت النهاردة هنزغرت لها إيه مستقلوش مالا لحقش يا قوليلي عملت إيه في القط أكلم لك صبر المنجد إيه ده تتلف في حرير آه طبعا ما إحنا هنكلمه يا حجة آه أنا بس بقولي يعني من كده نستنى شوية على ما نتفق إياهني على كل حاجة كده أوه وإحنا كل ده لسه ما اتفقناش أقولكو إيه إحنا نهيس للبت شوية بقى أمان إيه شوتي صوتك يا أولية الراجل اللي سخرج من المشتاشفة هنوتي صوتنا هنوتي صوتنا توتي إيه بس باش فضيح يا ساحتان يعني يحيى أبوها وشانابو يحيى أبوها وشانابو إني محدش غالابو إيه 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 أمي يا بيت تراثي إيه إيه تعال والله البقاء ينور النهار ده حين هو ورده تغفر الله العظيم يا رب يا ابن المشوهي التراب على المياه دي لحصل حد تزحلة والله يا رامينا وما فيش فايدة المصورة لازم تتسلح تتسلح عاشا مبنيسو يتجنب مصور تهي اللي تتسلح وفي حاجة بتبوص في البلد لتتسلح يلا لابن نصلح لنا الحال ونخرج مناه على خير على خير إن شاء الله على خير صدر صدر تمام بسم الله الرحمن 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 الله مصلى على النبي ناهلا وسهل الاهرنا سلام عليكم شارفتنا يا أستاذ تمام أول مرة تخش بيتنا ادينا دخلناها في الأفراح يا بنت يا أخ ربنا يدمها بتنزلت ستوكم عبد الله ليه بس gonnammi صافية حكمت رأيها قال القودة عندي ضيقة Sneera ما عليش يا حاجة وجودك برضو مهم عشان تملي اليوم كله بركة منا بياخوية دي قلة عقل والسحتاطة خلاص 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 منا يا كفينة شر قلة العقل والسحتاطة ها نتكر على الله ونقرى الفتحة رمالو يا أستاذ تمام أنا يعني بس بعد إذنك حابة كده إن احنا نعيد الكلام تاني قدامك وفي حضورك علشان توبسوا ما انت بقى عليهم لا استنم يلا ياختي انت وين يلا نطلع برا يا جماعة يتكلموا كلمتين راجعين تاني يا حاجة وهنزغرت ونهيص للصبح على مهنوك يا مهنوك على مهلك يا أختي استغفر الله العزيم يا رب مش محتاجة راجع يا مصاباح مش محتاجة راجع أنا يا أستاذ تمام علي قط النوم وهم عليهم كراكيب المطبخ قال لك كراكيب من أولها هوت يا أختي ما لا تفتش ما لا تفتش منافس ساعدتني خلاص يا أستاذ تمام خلاص ماز عليش حاجات المطبخ مش وقت القطنا والتنجيد عليهم القطنا عايزين مرتبتين كبار ومخدتين كبار ووحدة صغيرة و القطنا يكون سكرتو مش أي قط سكرتو يا أما سكرتو إيه سكرتو إن شاء الله ها قلت إيه يا صفي موافقة يا أستاذ تمام مش كده حاضر يا أخي يوه لا حول ولا قوة على الله وبتعانت ليه كلوقت يا صفي كان نفس ابوها هو اللي قر فتحتها تعيشي وتفتكري بس هم أنا مش مكان المفهومة ليه يا خرابي أنت رلكة الحارة خربت خلاص يلا باب البركة يا جماعة نقرى فتحة عبد الله ابن فيساء على صباح بنت صفي بس أعطلون أنا يا أستاذ تمام يلا ندعي لهم كمان بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا هدخل معك عشان أعرفك من الشمال وفي اليمين هدخل معايا بلبسك كميري ده واعين بقولك يا يوسف خلنا نشتغل بطريقتي انت بساك لك شغل قوي كده ليه بكرة الباشا بتاعنا يهريك شغل ولا يهمني بني وبينك أنا اللي يهمني حاجة واحدة بس لانا أجيب تقدير حلو قوي في اللي صنص السنة دي ربنا معاك أبو صلاح بكرة تاخد الحق و تعلق الدبورة و تنسانها يا عام عيب يا جلع ما شاء الله انت قوي الوحد تتعلق سلام يا بسم خل بالك على نفسك أبو صلاح صلاح سفا 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 أي سفا فيني أم خضيتني أخوي صفقة فيه لي يا أمه؟ بيتها عند خالتها ايه مالك؟ وتخليها تبات عند خالتها ليه؟ وفي ايه يعني لما تبات عند خالتها؟ يا أخوة ما تخافش على أختك أخطك تشارف في أي حتة تروح روح نام إنت بقى ما نامي؟ هكلم خالتي الأول وصيبقت ما تمر لأيه؟ ما عندماش بيت؟ هلو هاي يا خالتي أيوة يا صلاح لا يا حبيبي نايمة هو في حاجة؟ لا يا بدا كنت بتطمن عليها طيب يا صلاح تسبح على خير وانت بنقل؟ بيتقول لي نامت نامت ما هو مش معقولة يا خالت 24 ساعة بيرا إبني بجد بقت حاجة تخنق خايف عليك يا بات خايف علي من إيه؟ هو أنا عيلا صغيرة اتصل وعرف إن أنا عندك إيه لازمته بقى خلينا أكلمها مش مصدق يعني ولا إيه؟ والله ما خدت بالي ده يبقى ودق لي للآدم لما شوفه لو النبي يا خالتي متتكلميش ما يحسن يعمل من الحب بقب ده بيرا إبني في البيت وفي الجامعة طيب يلا نامت تسبحي على خير انت من قهر لو عزت تكلي ما تتكسفيش إن دهي علي أنا صحية حاضر حاضر التليفون مجهول حيطي نعيشتي لو سعران شوية ممكن أكلم مكلا طيب تصوع الخير صباح إيه ده الضهر إبلي ضهر الضهر ألا مفتيح الصيدلياف إيه ألا مش أنت قلتلي chatsالتمن عشان يفتح هو يعني إلي المكر مرة ما تطلوش المفاتيح يفتح الأجزخانة الواحد يا راجل مانا دخلت سألتك وقلتلي عدي هالو هالو ايه؟ وين اللي انت عاملها ده؟ عامل لينه في الجالة ياهوة سابة على فكرة يا عطي انت ما تبطعش الصبح واللي يشوفك بالليل ما يعرفش يشوفك الصبح قصدي ايه يعني؟ ما قصديش هوا ما اعمل القهوة يا راجل ميت مرة قلتلك انا مش عايز يروح يفتح الأجزخانة ولا يخش الحارة دي من اصله ليه يا اخوية؟ يكمش النخة ولا حيخطفوه هناك؟ ما تكبرش الموضوع واتصل بيه صباح الخير ايكم السلام ورحمة الله سانية نبيردش كمسطاش سلام عليكم سيدليت النور ايوا يا سيدي ايوا بابا انا مش ميت مرة قلتلك ما تنزلش الزفت الأجزخانة دي الا وانا معاك يا بابا يا اخي بابا ايه وزفت ايه بقى انتو بتصعوش الكلام ليه؟ تا ايه دا؟ بقولك ايه؟ اقفل دلوقتي وانت المفتاح لغبي ما تنديش بفاتيح العد اقفل ومشي انا حنزل افتح معاه المفتاح لاحتياطي ياردك وي الدوقي الدوقي زحنا اول بات انبالك ارق رايز دا رز عليك ايوا لا ما علمش اصلا انا كنت في الحمام او امرك شغال خمس داق بالظبط ويكون عندك وانت ملاقو ماشي ماشي يا مساهد هاه اه يا يا الله اه يا رست يا الله اه 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 ايه يا عطية! نهاري سود علي النهاردة! مالك! خلاص يا جميل حقك علي؟ ايه يعني؟ انا سربها في كوز ادم من يديك الحلوة! خلاص! لا مش كده يا عطية! من الصبح يا اخويا زعية! كان يوم اسود يوم ما نزل يفتح فيه الصيدلية! مانا يا حبيبتي مش عايز ينزل الحارة دي من اصل ولا يشتغل في الصيدلية وقلت الكلام ده ميت مرة لما قلبتناه! خلاص يا اخويا! انت وابنك حرين في بعض! اشربوا بعض! اعمل حسابك الشغالة جاية بقر! وديها هتاخد كده؟ ألف جنيه! ألف جنيه؟ وحجيب لينا الاكل معاها ولا ايه؟ معقولة يا نهج؟ شغالة بألف جنيه! علشان تلات تنفار في البيت؟ ايوه! قول بقى كده! قول انك جايب خدامة ليك انت وابنك! لا يا جميل! فهمتني غلط دمت ستنا! ستنا وطاك راسطة! ما هو كان كلامك قبل الجواز مش كده! قول بقى ان ما يهمكش دوافري! ما يهمكش تدخل البت لقيني غرقانة في مية الغسيل! قول ما يهمكش ان انا يبقى شعري بايز ومراحش الكوافر! قول! لا بقى ده كلامك! دوافري! ده احنا خدامين دوافري! ده احنا نمشي على دوافر نفسها بين دوافري! بقى ده كلام! بس بقى على شرق! ما ترجعيش بقى تزعلي! بتقولي لأ! أصل البت الخدامة دي شبلها وحش! أصلها قلنت القدم! بتقل قدمها علي! لا! ما تخافش! الولاي اللي جايباها بتقول عليها شطرة قوي! طبعا! لازم تكون شطرة! وما القدرت تلحف مني ألف غنب في الشهر ازداي! بناولين روبع يا مانا! ما باعدة! الل هيا! ستبتوا باش از ساتق ماهماكو! ستبتم باش! اهلا باش! اشتركوا في القناة هيحصل يا رايز السمو عليكم السلام الوات بلالج يا راجل يا عبا الله الله لما يمسك قرش ما يتعواجش علينا ما تقوم يا ولية انت هتفضل نايمة للعصر اوه ما انا اهدم من النجمة عشان نفطر العيال سيدنا انام شوية بقى خليكي نايمة يا مونة جبلنا اتنين كيلو كباب على كيلو كفتا وشوية سلطات وعيش من فرن ما تهدب قى شوية يا عبا مش بقى اقول كل فلوسنا رايحة على بطننا انت مش شايف القرف اللي احنا عايشين فيه يوه يا مونة انت ما بتزهيش حوارات في الموضع دي ما تخلينا نقب على وش الدنيا نستطلع على البلكونة وبص على منظر عيدا انت مش كل ما بتطلع معايا وتشوف الفلوس دي ما غا بتنقلك المرشدين كتير في الحارة يا مونة واي فلوس حبان من غير سبب هنتحط في الكاشف يا سلام هو احنا يعني بس اللي بنبيع ما نص الحارة بتبيع اهدي شوية يا مونة اهدي يا بنتي اي فلوس بعملها ما هي ليكي والاخواتك انا خايفة عليك يا زيزو ما تخافيش روحوا بقى جيب الكباب هموت مجوع يا عوضر ما تقوم يا ولية وخلي عندك حزوة مال خلاص هلا هاقوم مصديقة دي ايه الولية الجبلة دي موسيقى يا اختي تقدر على قهدة في الجامع يا ولية لازم تخلاصي الدرس كله طمعانا في الجنة وانتي مالك انتي الله وانتي ما بتروحي طول النهاري يوم الحد تلزاي في الكنيسة يا بنت حد بيقولك حاجة يا اختي يا رب انا قدس وانت بحدي في نفس اليوم من بوقت لبا للسنة بس ستر البت الأول تقول يا مو اضلح الجناني ما تفهميش ليه مصمموا على مرتبتين لها إلا الله يا اختي دي احنا دخلنا على ربع مرتبة لا قولنا اه ولا اه ما مش عايزة ابنها يتوجع ها 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 بس انطر اللقفني بقى غالي أول ربك هيسهل يا رب خايف امسطرش البت يا لهوي دعنا تبقى واكستي مشى على حد انتي مش هتقفودي الجماعية الشهر ده ده هي دي ناك ديدي رب انا بس يشفيع ملانصور يا رب بقولك ايه ما تيجي بكرة الصبح ونروح مشوق علين وما لهنوبنا سواب صابة نحفظ الواحد امتِ ملكيت يا اختي نصة سيب الاجتماع انتِ حبه ونحبه من ذلك يصل الحاجين إلى جبل عرفون وهناك تبدأ الشعار الدينية كمان وراد الله سامع يا واد حتى غروب الشمس بيقولك حنقف على العرفات لحد المغرب من بيتمول هالي يا رب يا رب لا يا فرد تشيبش بالسودة كانت هنا راحت فيه عملت ايه يا واد في الصور بتوع البازابوت الصور اللي معاك يا أبا دويسود ما تنفعش لازم تتصوري ده ما تصورني يا اخويا ما تصورك ازاي؟ يا رب ما تصورتي بعد اثنين كيلو من هنا أشينك على كدفي وجري ولا عمل ايه؟ جيب لي انو صورتي صورني ايهنا ازاي بس يا ام ازاي؟ يا واد انت مخنوع علي كده لي يا واد كل ما جيب لك صورة الحج اقول ليه يا عمل ايه وانا عمل ايه وحط جزمة قديمة ببقي انت ايه واد هتدفع لي حاجة من جيبك؟ في الحج ولا في الصور بسم الله؟ هاي؟ فان بتشيبش بقى؟ بس انت روح اقول له الحجة نفيسة النبي يا رب تسمعها مني؟ قل له قل له امي هتحج قل له عايزك تجي لها القودة تصورها ولا هو عايزه ياخده؟ حاضر ياما النهاردة يا واد حاضر ياما في حاجة تاني؟ رد علي كويس يا واد مش كل ما اجيب لك صورة الحج لسنك يتعيوج الله؟ حاضر وكلت الفراخ؟ وربنا اكلت الفراخ طب غور غور من وشي يا واتي حاضر حاضر غور غتك غارط غارط بطل دوش يا هلا بطل دوش هلو؟ بقول لك ايه؟ ابعتل عربية اه في زبون لغيته على سبعين الف وشكله جاي هيبقى هنا على خمسة خمسة ونص لو مش هتقدر تيجي ابعتلك حد اخدها ما تنجيش تفلوس قدام الزبون يالا مع السلامة ازاك سناء؟ نحمد واخوين فط على ابوك ايه؟ ايه بس اتعبان ايه والله يا سعيد دايله يا سناء ربنا ايش فيه؟ قدينا بندايله وبنقراله قرآن للنهار في حاجة سناء؟ ها؟ لا يا اخوي مستغناش بصة سناء انا فتح المحل دا على عيني الناس واكلة وشي ابويا رايد وانا فتح المحل بس اعمل ايه؟ انت عارفة بقى مصاريف الدواء والاكل والشربة على اللي داخل واللي خارج مستوي يا اختي انسي العشرين جنيه بتاعت كل يوم انسى انسى زي سعيد واكل انا وعيالي منين الله اه؟ وانت مش فى عسمة راجل قولي له اتحرك شوية بدل البلطاجة اللي هو فيها يوه؟ واني تدخل غوزة دلوقتي بالموضوع؟ انا لقى فى المحل دا زى ما اتقال لك بالزبط انت بتعلي عليها صوتك فى الحرس انا؟ استغفر الله العظيم يا رب معلش حلمها يا سعيدة عشان خطر ابوك التعبان بس يا وعد ما اكتاخدك لللي بتفكر فى ها؟ لا يا اختي انا مفكرش فى حاجة ولا دخل عيد دا وقف المحل مالصحبه عيان؟ يتقفل بقى الغاة ما صحبه ييجي يبقى حتينه انتوا الداوى يا اختي بقى ماشى يا سعيدة اقفلوا ان شاء الله حتى اتوال يا عمينا استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا رب افتح الى المحل امي يا عيال يلا عشان تدفحهم يا فارش فيها سنة مالك رجب تجد عفيت ليه؟ يا اخويا سبني فى اللي انا فى بقى ويلا يا عيال عشان تأكل منك لله يا سعيد يا ابن نعيمة منك لله ام الابويا لو مات كان عمل فينا ايه؟ ايه عمل فيك ايه اخوك تاني عاملوش قدوم نايل قفل المحل ومش عايز يدين لعشرين جنيه الابويا كان سبال تنسى شفت لانه حاجة دا كان صح وانا عرفت كويس خلاص يبقى احنا لازم نقف ونوقف عند حد كل يوال ولو لك ما تدفحوش ام ويلا غروه من ويش ام هتاكل ولا عاملك شاي؟ عامل لي شاي ايش ماشي واذا كانت هذي الاشياء صمعيها او استعماليها او حيازتها او بيعيها جريمة في حد ذاتها كو الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال حتى لو لم تكن ملكا للمبتاحا ملكا للمبتاحا يا اويك يا حبيب اول ما بدعيلي يا الله اله ربنا يجعله من حدك والنصيبة واشوف انزا بتقد الدنيا يا صلاحي يا ابن بطن وينجح اختك قادر يا كريم ويهديها قادر ان ربنا يهديها يوب محتك كويسة والحمد لله انت بس اللي شغلك في الاسم ما خليك شاكك في الدنيا كلها وبعدين ما تنساش انها بيتة جامعية يا اما انت فاكرة الجامعة دي ايه؟ ده شارع كبير فيه الحلو والوحش واللاد الحرام اه؟ وخلي بالك ما بوصل بيت غير بيت لزيها اسحابها كلهم بيجولها لحد هنا وعرفين وكويسين وولاد حلال برضو خلي بالي ربنا يصدر اعملك لقمة اكلها؟ لا يا شغل بس بقولك ايه؟ لو حبيت تجيب البطيخ بعد كده اقضلين انا جابلك البطيخها مسخة بس سابقة من ايديك روح يا شيخ الهي ربنا يبارك لك ويخليك ليه يقادر يا كريم لواصت حاجة انا برقب انتهى علي يا جوز للقاضي اذا حكمنا بعقوب الجناية او دورنا حقا ان يحكم من صدر الاشياء المقبوطة ها ست جريمة التي استعملت او التي من شأنها ان تستعمل فيها دون الاخلال بحقوقه غير حسن المياه والحق سبحانه وتعالى يقول وهكذا نجزي المحسنين يعني البني ادم مننا لابد انه يقوم الليل يسبح ويعبد يعبد الله ويصلي يعطيه الله صمرتة يحسانة يعطيه الله ايه؟ صمرتة يحسانة ويمده بالحكمة والعلم والصبر ايوه الصبر لازم الانسان مننا ياولاد يصبر على ما ابتلاه الله ويتقبل قضاء الله وقدره يعني ايه؟ يعني لو ربنا سبحانه وتعالى خلق الواحد مننا فئير خلقه ايه يا شو ايه؟ فئير فئير لازم يستحمل ويصبر ويشتغل ويتعب ويجد ويكتهد في عمله ام ربك سبحانه وتعالى يرد عليه ويقول له قبلت قدري وأحسنت عملك فاخذ جزائب خذ ايه؟ جزائب خذ جزائب عشان كده ياولاد تلاقوا كل العظماء اللي في الدنيا والعظم لله وحده طبعاً أنا أقصد كل الناجحين الواصلين من النوع اللي صبر واستحمل وصبر على ما ابتلاه الله وعلى قضاء الله وقدره وقدره ولا ايه ياولاد الكلب تنمتوا طب وقوموا ناموا 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 تعليقوا حيطاً ايه أنا بدي الدرس للهواء الله يا أخويا كمل كمل كلامك حلو قوي كمل نوم انت يا زيني باكمل كمل كلامي حلو تسمعت عادة من كلامي يلا يلا خد المنتك وروح ناموا يلا يلا بنت عيش انتوا من أهلهم نضايق عينك خالص ما تهم يا أخويا حصلهمك واختك انت كمان لا يا حاج أنا أنا أعد معك شوي بجد يا شوي ولا يا شوي انت فهمت اللي أنا قلته ولا تحب أعدهولك مرة تانية وفهمولك بطريقة مختلفة فهمت فهمت طبعا يا حاج اه انت عارف يا شوي يا ابني أنا نفسي في ايه في ايه حاج نفسي انك تشتغل ايه حاجة ايه حاجة الراجل يا ولا بتخلق عشان يشتغل ويعمر الدنيا ما على عادك يا حاج هشتغل فين بس في البلد دي اشتغل فين ما هو طالغنط شوي يا بيه اصحابك اللي هم مسافوا بلد برة عملولهم ايه في لد برة استقبلوهم في القطار وشغلوهم على طول لا يا حاج يعني اكيد عادوا دوروا على شغل شهر ولا اتنين لغاية ما يا ربنا كرام هم مشتغلوا اه يعني سعوا ودوروا سعوا في ايه في بلد برة طب ما كانوا يسعوا في بلد جوه احسن لهم كانوا يدوروا على شغل بلدهم وكان ربنا حيكرمهم ان شاء الله ان شاء الله انا عمري عمري ما شوفتك بتدور على شغل هدور فين بس حاج يا ابن البلد كبيرة سمي بالله كده واقصد كريم ودور وان شاء الله ربنا حيعطرك على شغل كويس حاضر حاضر حاجة من بكرة الصبح هنزا يدور على شغل انت بتاخدني على قد عقل يا واطي من بكرة الصبح وانت كل مرة بتقول لي من بكرة الصبح ولا بتدوروا ولا بتنيل بقولك ايه هو انت ما هتشتغل هتجبش وتديني يعني يلا روح روح جي المهب بجد كل بلد لما قد السجاجيد ورنجع الصنة زي ما كان يلا حاضر استنى بس احط الحزامة اهو بالراحة روح يا مرد اخواتك حبيبتي الاكل خلص لما خلص اللي في ايدي اه اه بالراحة بالراحة يا بيتة هتقطعي شعري ماشي يا زيز خلاص خليك انتوا بقى وانا روحها هيو ما بداش المشوار ده هو ده الشغل يا بيت ده ربحة واحدة ونخلص طيب خد الواد بلان معا ما ينفعش فين الشغل ها هي ما عايز ذاتي بياكم ولي مش عايز ان شاء الله ما عنه كلم ايه ده ما تخفيش بقى وانت صوت بس اهو يخوف هات الشغل بدي ايه بيتة سلامت الله يا خويا ربنا يستو الطريقة ربني وفقك يا ربنا ايوا حبيبي لا يا بتامن المركب لسه وصل لحاجة تزق كاسترا ايوا ده كلام برضه يا رجالة اول يوم اجيلك الاسم تنزلوني معموريه بالشي على طول كده انت لسه شوفتا حاجة الدائرة صعبة أبو صلاح لا 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 ايام حاءapan في m lens ايه ده اه 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 خادي خادي ولسه اشتركوا في القناة ايه ده بقى صلاح كده يجرى لك حاجة اضعت ايهوسف مستقبلي ضهعة يا عام اضعت ولا حاجة هتعدي صدقني ما كنتش عايزم يهوده ما انتمك انت كنت موجود يا يوسف ولاها العظيم اكتعايزم يهوده عارف مصدقت انا دراب اطلقة في الهوى وطلقة في الارض قاعد يردعي والله العظيم معرف لو مصدس في الشامك والله العظيم ما كنت طعب عارف عارف ايه ده بس ايه ايه هيعملوا علي دلوقنا ولا حاجة تعدي عن نيابة تقول اقولك وهيفرج عنك لأنه دي مش أول مرة تحسن أنا عايز أكلم البيت أنا عايز أكلم أمي لا ما تكلمش حد دلوقتي ألا ما تهد خد يا ابن كعال اشرب العصير العصير ايه يا عم؟ أنا مليش نفسي الحاجة خارج يا عم اشرب عشان تسلب طولك وتعرف ترده قدامه كليم نيابر ها فتحت لا راح الله والأخوة إلا بالله إن الله وإن عليه رجعون السلام عليكم السلام راح فتو يا أخوة أنا أستبقى ليه الأخوة ما فيش فائدة دماغة ناشفة مش عايزة تفتح لحد راح الله أخوة فاتش كل إله لها أبوها برضو معاش أمه جوة بنام أيوا يا سيد تمام أمه جوة تم ما تحاول معا أنت يا سيد تمام يمكن تفتح لك أحاول فتفضل حاول معا ونبت افتح يا مونة افتح يا بنتي يا أنا عمك تمام يا بنتي عب كده ده أنا أول مرة خبط على بابكم افتحي أنا حتكلم معاك خمس دقايق وامش على طول مش هطور افتحي ما تخفيش أنا الوحدي افتحك أنا الوحدي يا أستاذ دمام الحكومة قدلت جوزي دمية أروح فاني ولا جبنين هسكت ولا أتكلم ولا أعمل محضر في الحكومة قول لي أعمل إيه ما تتكلم زكت لي يا أستاذ دمام زكت ليه زكت ليه أقول لك تعمل إيه وحدي الله في قلبك أوه واحدة اللي لم ينغيره ندوحد يا أخوي قبل ما يموت وبعد ما ماد وفي كل أهدام وإحنا وراءنا حاجة غير لها إلا الله محمد رسول الله البت البت هتموت من ساعة ما زي مادة الغابر جالها للزكتة معقولة معقولة يا أولاد معقولة اللي بيحصل ده أعمل إيه مش كده يا أمون المهار مش كده حرام عليك اهد انت بس وصيب أمونه علي ما تري حادة أسكت مش هتجلم أكتو موك خلص ساعة ما زي مادة الغابر سمعيني أخوة يا سامون يا بنتي قال الله تعالى في كتابه العزيز وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المعتدون يعني يا بنتي لما حد فينا يمر موقف صعب زيدة لازم يقول قدر الله وما شاء فعل وَقُلْ لَنْ يُصِبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا عياط يا مونة عياط يا بنتي البقى فرج وتطهير للنفس أنا عارف إن أبوكي ألف رحمة ومور عليه كان عزيز عليك قوي بس ما مكان ما يعزش على اللي خلقه ولا إيه يا مونة يا بنتي وهو دلوقتي بإذن الرحمن في مكان عالية حيكون مسواهي الجنة إن شاء الله ادعيلوا أمنا ادعيلوا قمستوا الحزاب وصرحت اللي في شعره أبل ما ينسل الشكله حيب حلو قوي هو حياب الرب ادعيلوا ولا حاجش حرام هم؟ مقى طبعا حرام طبعا القتل أشد؟ من الكبار يبقى لينا حقا لازم ناخده هتاخده من مين ولا مين يا بنتي؟ اللي هم حكومة وبعدين إحنا سمعنا إن اللي قتلوا ما كانش قاصل يعني ضربوا من النار غلط قتل خطأ أنه يصلح تبانجا بنجيبه وبيصلحه مش عشان يزمر بيها عشان يهدل انت كده بتفقري غلط يا مونة تصدق معنا أنا أول مرة أفكر صح مش هنزل دمع من عين إلا لما أخد له حق كيف حدثت؟ هيا يا صلاح ممكن بقى توصف لي وبالزبط ما حصل يوم الحدسة؟ حضرتك أننا كنت ضمن قوة الزبط وأحضار لإلقاء القبض على المجنة عليها فجأنا بالعربية البجول مبلغ عنها حضرتك فاندم بتقف قبل الكمين بحوالي 50-55 متر العربية لفت وجرت عكس الاتجاه حد الزبط أمرنا إن إحنا انطلت السيارة ومحدش في القوة كلها عرف إن المسدس اللي معادة مصد الصوت حضرتك يا فاندم ما حدش كان يتوقع لهم عمسد الصوت يا فاندم أنا كنت في حالة الدفاع الشرع عن نفسي القانون بيقول ينشأ حق الدفاع الشرع بس تقليل مراقبة بتاعتنا بتقول إنه كان تاجر صغير وما بيشيلش المسدس آي يا فاندم أنا كنت ضمن قوة حضرتك ومش أستدم المسدس غير بأمر حضرت الزبط يوفرج عنه بضمان وظيفته موسيقى موسيقى هيا عمسد بين الأقاني اللي هارينا فيها طول النهار محمة منصور بيودع مقدرش على التسجيل تبقى عيبة هو تعبان قوي كده؟ آخر أيام وضع له بالتعديل ليه بس كده قول ربنا يشفيك بيقولك بيودع لا إله إلا الله عمد رسول الله أدبك البوكس آي كده يبقى خمسة ماشي ماذا حمار؟ ماذا؟ 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 يا حمار أول تعمل دي تابلها وبعدين تعمل التانية هتقدت الجمعة كلها في الباب دا ولا إيه؟ لا ياسته على طول والله يخلص ياسته على طول هتخلصوا إيه؟ خلص ياسته يلا حدر ياسته شكرا ماذا؟ صباح الفل ياسته سعينك؟ صباح الفل يا قبل العيلة الحاج عامل إيه؟ الله يتعباني يا قبلة وتعبنا معاه معلش ياسته شد دحيلك ربنا معاك اه نعمل علينا إن شاء الله ربنا يشفيك يسمع ماذا؟ ربنا طب قولي قبل ما تنزيل الشربي حاجة دورش كرياس سلام عليكم ألف سلام مصر يا غالي علي يا أمي مش عايزين نشكيلي كم مصر يا غالي علي يا أمي مش عايزين نشكيلي كم مصر يا غالي علي يا أمي مش عايزين نشكيلي كم مصر يا غالي علي يا أمي مش عايزين نشكيلي كم مصر يا غالي علي يا أمي مش عايزين نشكيلي كم الحاجة ده فيه مظاهرات في كلية وإحنا ما نفري باب المكتبة وما تدخليش حد أيوا يا دكتور آه أنا قفلت باب المكتبة آه في طلب عندي حاضر يا دكتور مش هنخيف مش هنطادي إحنا كرينا الصوت الوطن 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 يا صباح الأبوار صباح الفورن أبو كريم ميسا جايب يا عمدي ميسا جايب يا عمدي عندك زحمة أجيلك بعدين زحمة مين يا عم؟ ميلا بلك ساعة لازم في الكبورد ميلا حم كريم إشتر مقال إشي يا أخويا رسصلك يعني في حد كدا بعيدلي حاجة عليه ونزم أشوفه عيش يا حببي عيش راح مولك يا جابل هي يا حبيبي أخش على رسال من إيه؟ يا أم كريم تنسيت ولا إيه؟ كدا داخلت على رسال لي بس كده؟ في عاجة كريمة ايميل جالب الانجليزي ومش عارف يقرارها بصيد يا عام أول ما يجي عاية من العيل اللي جاعراف هو يراء انجليزي أراهولك ونا لسه حستنى العيل ونا روح جاري جيبلي المدارس الانجليزي بتعروه دعادة لأخونا ووه يخلاصلي كل حاجة السلام السلام جابر أه علش يا اخوى اصلا؟ انت عائزك في غعدمي خünf او أقور كريم كنت عاوز لحت الجهاز صغر كده حطw عندي في البيت كوّنهو اللي يعني وشوفته كريف او كاอง لا يا عما بسيط انت تفوت علي بالليل وكنفنمتلك الحزبة كده وقولك يعمل كار اصلا سلام يا فرين بقى لسه فيه طلبة لتعمل المزاهرات اهو أي تفرغ والكادت اللي جووهاهم وهي المزاهرات تفرغي يا ليا دي حقوق إنسان، ولازم نطالب بيها في أي وقت وأي شكل حقوق مين يا فاة؟ إحنا عقبنا عشر سنين في الجامعة نعمل مظاهرات إيه غطايا؟ إحنا اللي تغيرنا من جوا بقينا نعرف نلعب استميشن كويس قوي ونشد سجاير جامد جدا أهم حاجة بقى إلا بنشرب أهوة وسادة صحيح يا ريت السؤال ده محيارني بقى له سنين ليه أيام الجامعة كنا بنشرب قهوة وسادة؟ كنت شايفة نفسي مفكرة وفايلسوفة ومش معقولة بقى بنت زي مفكرة وتشرب قهوة سكر زيادة كنت مرغم عليها مرغم عليك يا صبح مخصوب يا ليل لا دخلتها برجليا ولا كالي مين وبكرة حخرج منها مش هجيل ماشي عادي بيه ايه يا جماعة احنا هنقلبها غم ولا ايه؟ ما احنا عاديين نضحك بالصبح؟ اتكرت أيام الجامعة أيام حلوة محدش فاهم حالة ولا حد درياب بالعمر اللي بيجيب موسيقى 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 بقى موسيقى 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 انا مش عارب بس يلي خالص الصلاة بدري كذا بنمشي ولا نعمل ايه؟ ياضي استنى ايه تادي اشيلي هنا اشيلي ايه؟ هنا؟ طب عامل ايه هنا؟ ولا اقول لك بلاش هنا هايشوفها يا لهوي ده بوعدين؟ خد خد بصور يا رب بصور يا رب اطلع عصات حرب اطلع بسرعة 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 ان ما تخش الشقة انزل وانا حصالك خد خد دي بحصة اخرج الساعة سبعة من الكوفير ماشي يا جان صلوا يا أخوي أتوفر اوزفت ايه؟ يالا اهوي بصول يا رب بصول يا رب سلم يا رب سلم يا رب لما انت هنا؟ منزلت الصلاة العيشة في الجامع اللي؟ انا كنت نازل يا حاجة بس انتولو خلصت الصلاة بدري اه يا أخويا كان نازل صلي طب يالله يا أخو تفضل انزل صلي العيشة في الجامع حاضر حاضر حاجة محمد رسول الله بولك يا شاو تقول نبي يا ابن حكي لنا بدنيا إيش معاكم انت جايب حاضرة سلام عليكم عليكم السلام وبركاته ما العيشة فيه؟ نزلت يا أخي عالدي نعمة تتفرج عالتمثيلية نعجة طرفوس كنت الجوز يا بعدة أنا يا ولية أنت مش أهلك بدل المرة ألف مفيش نزول بعد العيشة يا أخي يا من قطلة تردت فكة عالنفسها شوية البيت ما بنشوفش الحارة وحتشوف إيه في الحارة أخي لنا القارب والطين وقلة الدين يعني يا أخي لا تلفزيون ولا بتروح كده ولا تيجي كده ولا حد يشوفها ولا تشوف حد كمال ما اللي عايز يشوفها يجيلها أهلا وسهلا البيت مفتوح يلا يا أخي يلا خش غير هدومك وروح عندها هلا حاضر حاضر طبعا مش عاجبك الكلام لا يا أخي عاجبني وأنا فيدي أعمله يعني حاضر عايزين تعيشوا في ميغة وسباح للا جاد كل بلا أستغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله مخشب ايه في مشاكل في التنفيس دقينا عليا وارفيني أول عشان انت انضيقوا ملحنا في فين؟ دخلناي ليه هو تحبين؟ ليه انتو زعلانين مع بعض؟ أخوكي عبيض عوزنا أخرج معاه ده انتي حتى ما بتكلميهش في التليفون ولا معاكي موبايل موبايل يسمع مبؤك ربنا بتي عايشة أيوة ياما جاي أهو بتي عايشة ما تجي يا زينة بتي عايشة بتي عايشة بتي عايشة مفيش خروج من باب الشقة من هنا ورايح صاحبتك عايزة تشوفك تجيلك هنا أهلا وسهلا كلامي مسموع حاضر يا بابا حضرلك الخير يا أختي يلا خش جوب وانت يا ستهانم بلاش تسيب السايب في السايب كده حط بوصل حيالي يا خوية ما انت تشد وانا هنرخي لالعيزة تطقي من جنابها تطقي ولا تتحرك بجهز بس ايه اللي انت بتقولي ده انت تشد وانا هنرخي ما سمعناش الكلام ده قبل كده حاضر حاضر يا خوية هتضل لك الأمة لا يا أختي مش عايزة أطلع ده انتو تسدوا النفس جد كل بلد استخدم الله العظيم والحوظ والحوظة استخدم الله العظيم والحوظة استخدم الله العظيم والحوظة بس انت عرفت وين يا قروبة انت يا راجل دعني فخصي ده عشان تبقى تسمعي كلامي بقى لما قلت على حي سمعنا يا لهوي والصرات بيقرس القطن زي احنا في عرض نادفة ان الجانبس قول عيش قرس ما تبقش تقود للبيت في الصفية على طبعنا السين لاحسن تقفش يا أولي يا شي لارك من هالقب بيقطن زي الفل يا حسن بيقطن زي الفل هلا يسلم تو طلع أخبر يا ست سامي ليس لا تطيع CM ولا شرف مي مش شرف ان شاء الله الحمد لله ايه يا ابا بقى شد حيالك كده طب يا ابا هروحنا للعيال وبعدنا بقى جيلة لو غزت حاجة بقى انداهية ها بقولك هي يا صحيت في حاجة بينك ومن سنة لا يا ابا ابدا المهم يا ابا انت عامل ايه الحمد لله بص يا صحيت البيت والدكان لك انت واختك سنة ومراتي سامية وابنها بما يرضي الله ايه يا ابا اللي انت بتقوله ده شد حيالك بيوت ايه اللي انت بتتكلم عليها يا ابا وفي حد هياخد حاجة بعاه اسمع الكلام انا مش هكتب حاجة لحد وكل حاجة تتوزع حسب شرع ربنا ونعمة بالله تعمل كل حي هاخد حقه بس انت ان شاء الله هتعيش يا ابا هتعيش ربنا يكرمك يا ابني طب اقول لي بقى اه اجيب لك شاد شربة ولا اجيب لك عصير لا يا ابني ام روح الورشة وما تقفلهاش هي اللي لماكم ودي لختك سناء اله 20 جنيه بتوع كل يوم بتاخدهم يا ابا على دائر ملين وهي عندك يسألها ربنا يكرمك يا ابني بست سيل ام سيل ام سيل ايوه ايوه يا ابني سمعنا سمعنا هتنزل مالي صعبا هالي ايه ده مالوش محروك ده ليه الفورن هب من لنا شوية كانوا يحرق الدنيا اه البقء بتاع كل يوم ايوه ايوه بلوقت الحمار لسع الشغل تاني اهو ما توديش عنده تاني يا ابا لا فرانك كتير وانت راجل اوي حتشيل الشغل وتوديه الفورن اخفى اخفى هات الكارتونة ارحمنا بقى يا ابا حي عيشت في كلها بقى زيت قول لي اقعد افتاح يا ابا بقولك عليها من بقى هاعد ايوه اسطوانت كل يوم بقى انا هات بقولي اسطوانات يا صايع عر تخل الله مش عايزك تعمل ليها يادو حاجة يلا بروح شوف لك سجارة اصطبح بيها من اين يا حاصرة دي بقت معشفارة وقتفضل معشفارة طول ما انت ملطع كده عن نواصي اصايع هو في ايه يا سيد هيكون في ايه ابنك يا بلسان طويل مالو مش هكباشو غلانة البريد شايليني شايليني خلينا اطلع على السوق لعايل نافع وانا بدت نافعة وانا عملت ايه بس يا ابا عملت ايه؟ اتجربية واسخة من الباني حمالة اقولك اخصي الهالة اخرج بيها السوق كده بقى راحة يوه والله نسيت معلش يا ابا حقك علي اتي ابتو اخلطة طورة اولا اخلطة طورة بديت سياختي تخسي الهدومك بقولك نسيت يا ابا هو انا كفار طب يلا روحي اختي والله على الوبور عايزين نعمل الفرخة يلا بسلامة يا اخويا انت خليبات يا فتاح عليم يا رزاق كريم السلام عليكم يا اخويا بسلامة يا اخويا انتخلت ليه يا كريم على الشابة الكبري كان زحف ويلفى اللاعق الكبري على ما الارض سالك كان في لجنة بشرع ربزيش شدة الشرع يا حبيدين اه كويس اللي كنت ركبت الكبري بقولك ايه اتاكل يلا انا بربنا تخليك سمقتك وكاك تكوشت مهانش عليك تجيب واحد كوشت لابوك طب موسيق صحيح لا اصيل انا ماشي طب مفيش واحد حل رزب لابا مهلابية لا مفيش مش بقولك وزخ ترد على الموبايل بتاعك هلا لا تريفو لك انت اابو اه صحيح عاملك ايه ما انت كل شاط غار للنغمة لو اشتدي يا موسادة هلو ايوة اه معلم لا تحت امرك طبعا ها حاضر عناية عناية نصة ساعة يكونوا هناك يا عم الوجره وصلت خلاصة عمانة ماشي السلامة خيره قاله السلامة ولا خد تستنوا يا وديهم نصة جابرة بقولك مصر هتلعب بكرة وهيب عنده زحمة الله مالقدهم له بكرة ام انت حمار صعيح يد وديهم له النهاردة عشان تقف الشجر للتيل هتفهم امت بقى حاضر عم وصل صعيح بقولك يا عم نبيل ما تشوفينا اي حاجة عم الحاجة بدينا نشفة قوي على اخر اليومين دول ماشي حلاوة بس انت فتح مخك وشغل دماغ بالشبه الدبشة دي ليه بس؟ يعني لما لاخيك على نقلة ردمة براني ما تسيحليش ولا الحي كله عارف يا غدع ما تأخذيش ما كنتش عارف كنت فاكرة عادي على اساس انها عربيت ابوك ها ايه ده ولق ايه عود ده ولق ده عود ايه على البيت ويا سلام بقى لو شوية اتدلدقو ايه ده ولق الصباح ولق ايش حاببتك ايه يا بيت الصباح ايه يا عبدالله في ايه ما ايكش تقولي على الميا بعد كده لما تعوزي ما بقوليلي انا اشلهالك هاتي قدوش تتهزي كده وانت ماشا في الشارع يلا قدامي هلوك اهلا اهلا هش همي الزاحية انت عايزة ايه بحش تيني يا بيت احنا مش تفاقنا كل واحد فينا يروح لحالو زلني يا اخو زلني عشان بحبك وكده هون يا بيت يا بيت احنا ما ننفعش بعض ليش معنا الوقت يعني ما تسألي نفسك يا يا تهاني طب والله العظيمة فضاحك روح وقولي بك يناك انت بستني تفتج رأي صداك طب بص طب بص ما تسمش مش لازم تتحبني لو عاوزنا يتحجب الباسلك ترحة من بك طرحت ايه؟ فراجب طرحا امه لعوه لديك ده امشي امشي ايه؟ مين؟ ايه؟ ما فيش يامة ده كلب ايش؟ خشي نامي ما تنام انت كمان كيفيه كشي خنده انت باكيش دعوه يوه يا رفين انت كمان؟ سلام عليك وانا ايش هاتي 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 ايو حاج ايه ايه ده اللي انت عامله بشهرك يا هاتي مش شعور يا مايز ايه هاتي الحالة دي ايه هاتي الحالة الحالة الحمرس للمرية بتاعته كانت مكسورة ايه حاج واش شاول ايه انت حتستهبه خلاص حاجة لما مش عبكة هالبس طاقية داريه طاقية اخريك يا بعين ايه هاتي اللوص اللي عملها زي المناتي هي حصالت يا سافل انزل للحالة الحمر اللي عمل لك التسريحة دي قل له ابوه الاساس تمام بيقول لك رجع عني الراجل تاني فهمه هي الياه هاتي قلله ايه حتقوله ايه رجع عني الراجل تاني حاضر حاضر حاجة شايفة مش شايفة مش شايفة ابنك مش شايفة القصة اللي عملها زي البناد هم بتلبس مستاني اولا عشانا ابا خلفت ابنتين ابا مخلفتش راجل بتضحك علي ايه يا بنت الكلب يالله هلا روح قولوا رجعني راجل حاضر 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 نتك البناء ايه بس يا اخوي اهل اهدى شوية ما كل الهيال كده تلاقيها الموضة موضة ايه وهباب ايه قطعت الموضة وسننها اللي تربينا عليه يا زينا بطول عمرنا ان الراجل لازم يفضل راجل شكلنا مضمولن عندك حق يا اخوي بس اهدى شوية لا اهدى ساي بس انا حاسس ان الوقت ده بيفلت من ايدي ليه بس مو زي الفل هو طب ده حتى كمان بيصلي 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 ويه كمان يا زينا طوله النهار والليل على هاو عم اواصل يا اخوي اما هم ساعة ما اخد الدبلوم هو قاعد في البيت هيروح فين مو استنى التعيين خليه خليه خلي الجنبك باقي لما اجيله التعيين امو انت بس يا اخوي لو تشوف له كده شغلانة مش يكون احسن انا اللي اشوف له شغلانة وهو ما يهز سطوله ويدور على شغلانة نفسه ليه عيل الحاجة الوحيدة اللي انا عزره فيها ان البلد دي فعلا بقت مقفلة والدبلوم اللي خده ده الظاهر كده انه طلع ضحك عالدقون لا منه مهنة ولا صنعة ولا حتى تعليم اهي فلوس بيلوموها من الخلق وخلاص ياريتني كنت لميته في ورشة ولا علمته بجد زينا قوم اعمليلي كوبات شاي اللي ادمغتها لابت حاضر يا خوني بس ينتهده شوالي يا عباد الله وحيد الله عبد المسور واليسعين مسور السنكري توفى الى رحمة الله و الخرجها مكرم عصرات الجهر مشارع صامع ما يختفي مني اللي مات باسم الصليب هو مال يموت بالهم حوالين الحارة كده من الصور في سعيد يا خرابي، يا خرابي يا أختي كيف تجمعين؟ قومي يا صفية هتوني عملي الناس كيف تتجوزتها باسد؟ أعمل ايه؟ يا رهي صفية هتوني قومي يا صفية نتخل جره الناس عليها منين ولا منين؟ قومي ياختي عشان ما تنميش عليك الناس قاتل بقى يا صفية تفرج بكو حارة على عمو الصحارة لا حاجة عداية كده ضرب ينزل اجنو فيه؟ عمنا جوفيونا الحزانين والهوموت وخراب دي وره ماشا ستر السلام عليكم السلام الله بركاته جوام لله سعيد شد حيرة كلنا لها شد على الله أستاذ سلام الله بركاته مش عايز اجي حاجة اي خدمة اي مساعدة خيرك سابق يا أستاذ داني هتدفل امتى إن شاء الله؟ مش هتدفل استنى ما يجو همامي بالبنى وماله مع ان اكرام الميت دفنه اللي عندنا بكرة بطوله حيروق في معاهده بإذن الله مناش داخل كده طبسته حشي الدنة؟ ماشي يقول ماشي يقولت ايه يا بني؟ حشي الدنة؟ ايه اللغة دي؟ احنا قاعدين في غرزة ما تنقي ملافظك يا أخي حشي الدنة؟ الدنيا اللي بقى كده يا أستاذ دنيا ايه اللي بقى كده؟ ده انتم اللي خلطوها كده؟ يا حول الاخوة الاملاكة لفن وانت تتصف صيجارة ترم القرآن يا أخي هرم الصيجارة دعية صحة الله يا همامي يا همامي زبتاني الميت زبتاني الميلة يا صاحب ايه الللي بتعمل ايه ده يا سناغ يا بنتي هرم عليك كيده حرام بنته يا صدر ستبائ واحد América وحيد الله قول يا رب كلنا لا البقية في حياتك أبوي أبس السلام أبوي أستاذ يا سعيد أصل طولة كمال ما تطرقش الناس عليك وحيد الله وحيد الله وحيد الله وحيد الله تبتحمل إيه يا فتح انت جمال روعد روعد الله يفهمه قلبه كان حاسس قلبه كان حاسس إنه حايموش قال لي يا سامي أنا حلمت ونبي صبيت فضل ومشي في خطرة وسط دا حاجة حلوة أعوش والنبي والنبي دا في منزلة عالية 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 في الجزة ونعمها يا حبيبي سالك وتطولي اهجا سالك وتطولي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لا تتعلم بعين لي عليني稍 inmيل عليني稍 عليني稍 انشاء تنقي اشتركوا في القناة 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 سكت يا سعدية فلوس الجمعية بدناها روح يا لهو شاق سطوش هربا يا لهو يا لهو أولي العبدالله يا صفاية عندك عيش ناشف أصني عملة ناب داوات يا منصور داوات تبوت فيها منصور ليه يا منصور يا لهو داوات تبوت يا لهو يا لهو ماتي جيز يا ما؟ أيوة تنايلت ماتي لسوات دا بلا من لبسان هكي الحقي هكي الحقي ماتيش عالي قبل ما يموت يقول لها يا حد علي قيل الناس هنزجيش حاجة عسي بيسن يا ما هو رايك بالمرة؟ ماتي يا ما؟ ماتي يا ما؟ ماتي؟ ماتيش راجة قدام اللي ايه؟ بتحياتي ليه يا ما عشان فلوس الجماية؟ ياختي قطعة الجماية اللي عايزها يوح يا ما وانت ما بتطلبهها مش منتله ليه؟ يا بيت الزبيلي في حالي ما تخلينيش باعت له على نفسي جذبه ولا في روحي؟ تخليكي كده يا ما تخليكي كده انقوتي في نفسك مش عاوز اتجاوز يا ما مش عاوز اتجاوز رايحي روحي مش عاوز اتجاوز رايحي مرحباً كنت سعيد تبقى في حياتك يا سبا حياتك البقى صباح لما أقزي يا سبا بس كنت عزاك في موضوع كده خير يا سبا بص يا سبا الجامعية بتاع أمي اللي هي كتعملها مع المرحومة بوك هي بس كتت مكسوفة تكلمة بس ده دي العليل يعني لازم تصدوها انتوا يا ناس مفيش حد في قليل حصوة ملح الراجل ليس يا دابو ما تشيرش في طرباتو فلوسين اللي عزيت همك يا سبا يا سبا يا سبا هو رجايش حق منك وكا ليه اللي حصل أنا بقولها قدام كل الحارة محدش هيسألني في فلوس عند أبويا والدكانة هي والدكانة خاضية على فاد الكريم وبالله الرحمن ما جابش سيني لا جامعيات ولا بوتيكات ولا يحزنون يا سبا ملحن معنا خسر فسعية ملا بس خسعية بس احملي يا بنت احملي يا متى ما بقيت الحقينة بس يا أوليك يا أبي لك هل تكسر حق بساتي نواية؟ نخشي كمان ما ترد على التليفون ده وتخلصت يا سيدي لا يا حج ده حد مش مهم ما طول ما أنا موجود هنا مفيش حد مهم بطور كل حد مش مهم مش كده هو في حد أهم منك حاج برضه ده الله يا ابني ما ترد بقى يا ترد بقولك يا هلا شاوي انزل اسرع في الحارة شوية روها اقف عن ماصر لا يا حج أنا عايز اعود معك شوية استغفر الله العظيم ربنا يهديك يا شاوي يا ابني زينب عارف يا ودي يا شاوي يا ابني زمان وانعيل صغير وانعظر منك بكتير ونجدك ألف رحمة ونور عليه طلب لما قمنا بقى قم فيه مش لما تسمع الحكاية زينب يا خلس محتاك كتير قبل كده سمع هلو هو معلش أصلنا تعبان عايز ارتاح شوية طيب يا خطي فوش رياحي رح مطروح رح ريع هرام مطروح لا يا حج أنا عايز اصنع بجد اولا زمان يا شاوي وانا اظهر منك بكتير جدك ألف رحمة ونور عليه قرر ان احنا نسيب البحيرة وننزل نعيش في القاهرة ستك ألف رحمة ونور عليها أول ما عرفت الموضوع ده عملت من دبة بصد الله يرحمها كانت فاكرة ان مصر دي كبارية او الله كبارية وان اللي ينزل يعيش في مصر يبقى ضاع باز الظاهر ان كان عندها حق ليه بس يا حاج ما انت تربيت في مصر ويعني بسم الله ما شاء الله يعني انا اه انما انت مش ما شاء الله عليش يا ابني ما تزعلش مني انا نفسي وادي يا شاوي اشوفك كويس نفسي افرح بيك عارف يا ولد اول ما نزلنا مصر جدك ألف رحمة ونور عليه وداني كتاب الشيخ ابو سريع يا سلام كانت ايام انا تعلمت في الكتاب ده صح تعلمت القرآن والنح واللغة شوف انت واخد دبلوم ما بتعرفش عربي كويس وبتقرط في التشكيل وانت بتقرق قرآن اه دي اه دي اللي انا شايفه منك اه يعني لو كنا في ظنة في البحيرة كان حنة بقى غير كده خالص يعني يا حاج بهم اللي متربيين في بلدنا طلعين عشرة على عشرة في العربي طب ما وفي ناس متعلموش من اساسه وشغالين في الارض انا مش قصد كده بس انا قصد الحياة بشكل عام يعني تفتكر فيه حد ببلدنا هناك ممكن يقص شعره قصة زي اللي انت كنت عاملها ولا يلبس البنطلون سائط من على وسطه في حد يعمل كده استغفر الله العظيم يا رب ولا حول على قوة إلا بالله ما ترد على التليفون وخلصني خلاص حاج بكانسلتو كايه؟ كانسلتو طب اجيب الكرام ده من ايه؟ الملاف الساعد يا اولا ما هو ده بقى حاج اللي انا عايز اقوله لك احنا جيل مختلف عنك خالص حاج احنا لينا تفكير تاني وكلام تاني ومتطلعات تاني خالص حاج تفكير ومتطلعات؟ طب ممكن تطلعني على المتطلعات دي ممكن تديني نظرة كده لتفكيرك شايف مستقبلك ازاي تقول سمعني اطربني يعني حاجة يعني انا نفسي اشتغل شغلانة كويسة يجيلي منها قرشين كويسين قوي واشوفلي بيت كده اتجوزها تكون كويسة ويكون اهلها ناس كويسين قوي ويعني نعيش في حتة كويسة ونخلي في عائل كويسين قوي كل كويسة كويسين قوي مفيش سيرة ربنا في الموضوع مفيش ربنا يقدرنا ربنا يكرمنا ربنا يسهلنا مفيش حاجة صعبة اوي تقدر تعديها وتتجاوزها كل كده استغفر الله العظيم يا رب عرفت بقى اللي انا بقولك عليه اخسار جيل تافي جيل ملوش اي طعم ولا اي معنى رد رد يا اخوية على التليفون ما الحكومة عملت لكم موبايلات كويسة عشان تبعدوا عنها هاوي وتضيعوا وقتوكو في كلام فارغ اوي وهي تلم من وراكو فلوس كتير اوي اوي روم امهات بنوش روم رايح جنب أمك عشان تنام من أمك ويسة اوي روم ربنا يهديه كشاوي يا ابن زينب استغفى الله العظيم يا رب قولي لعمل اي يا صاري يا اختي اجلي الدخل هم هيتباحوك يعني ولا كانوا هيتباحوك انا اتفقت قدام الوصة الدمال والدمعية دي ما حد مش كنعرف عنها اي حاجة اسمعين انا عندي حدتين ما وهي ما تبلوش وديهم منهم بيض النحاس هيخليهم اشتروا وهم يسدنوا يا لاوي انا كمان هاخد نحاسة كسعتين يا وليه وانا بحتاج دي ده هما لحلتين مكان طبق ما انت عارفة مفيش غير انا والراجل هادي لابنك اخباره ايه لبليش سكت طب بس بس الله فيه ايه وانا كل ما اسألك عنه اتحياتي انا مش عارف رجب الاسوتي كلها مني ايه وقربة بتعلم الناس الاسوتي كده 10 سنين من يوم ما سافر ما بعتليش اللي جوابينه 20 جنيه استربيني من بتوعه عملوا ساعتها 200 جنيه يا لاوي 200 جنيه بس اختي ربنا ما يحوج الشمال اليمين اه يا اختي ربنا ما يحوج حد الاعيال وابد امين امين مش حاجد فلوس بالامانة ماهي فلوس حاجد ان هشوفه بس يا اختي بارك الوديو هشتيا انا بيعرفة بس بقص استغفر الله العزيق بالقظ اجيب لك انه هش بقر اعمل ايه؟ انطر القط بخمسمين كمين شوف انتي مرتبتين ومخدتين كبار ومخدة صغيرة م ustedes هل سوف تغطي أمين؟ أم يبكي ومه يضحك ربك هيعدلها قولي يا رب قولي يا رب يا رب انت جيت يا مهر مين مهدري وما نضعتش عني يا ليه ما انتعرف انا فيه انا بطا باية اي لجمع والسلام ما تنساش لما تروع يا بلد تبقى تجيب لنا حتتين جبنة قديمة ام بيمكاعة انا بطا باية عمل فيك بوضوع الجامعية يسكت يا مهر دا باينها مش هتطولها بيدولة سوت ولا هتطول مليم احمر الوقت ساعدة بحر عويض صفية دي خلبانة ربت البت بطلوع الروح وهي مش عارفة تجوزها انا قلت ادلها حدي دينا حسوة ومين فعل اي 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 مفضل انت فرجي يمين مش مال وفي الاخر ما تلاقيش حد يديك حتى عيالي هو الوقت عادل ما كلمكش بجاء بجاء يا خب تكلمني لاطلب منه فلوس لو قد ولا بيت نفرونا نزيهم يا ساعدية نزيهم انتي محتاجة حاجة لأ يا اخوي انو شكر الرب يعني هلموت متجوع ما سمعناش ان حد ما تمتجوع وحتى لأهموت متجوع عمري ما هتطلبها بالثاني وهي مرة وانا عادت تعود وانت السبب اسكت يا ماهر اللي انا قلبي بيوجعني كل ما بافتكر الحكاية دي ليجوا يتفرجوا على امو محمد بيض ده ابنها بيبعت لها كل شهر شئوي شويات اشترت حتة ارض وبانت بيت في الفصل يرد الروح بص يا ساعدية انا لا عايز ابني ولا عايز اشتري انا عايز اجد بيض عمري مستور امين يا اخوبي امين اتفضل عم كامل اتفضل تذكر يا حبيبي انا عم كامل ديها واحدة بس معلاش خد راحتك امه امه مجتك خيبة خدتني يا واحدة بقولك هي عم كامل برا اسطورة نفسك وانا ايه شايف دي لمسة شفتتش ايه تعالا يا كامل خدش يا واحدة يا ساعدة سلام عليكم زكا حاجة ازايك يا حبيبي كبرت يا واحدة ازايك وازاي يا ابوك ابويا ابويا ايه تعيش انت من زمان قطيعة طول عمري ابن موت قعد يا اخويا قعد تشرب ايه لا مش هادر يا ستة كل طول عمري كسبت كرم اه 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 اصيساني بالدكان لواحدها يلا يا ابني انصرر شوف فيشة وراكم اللمبة يا واد انت واقف تتفرج يا واد اجري اعمل شاي بسرعة ولع بابور الجاز انا بخاف من القنبوبة دي الزفتة دي وده وقتي با واجير مش لايه فيشة اطيعة عندك فورة طبلية امه يا سبتي اطيعة تقطع تصور ولا عايزة تصور جيدا حلوة اوة اول مصطبة اللي انتوا عملينها دي يلا يا حبيب انتتوا احلال الله زق اعجلك يلا مالكم تلاحل كده ليه يلا يلا افتح يا ابني شفت يا سيدي الأشكال دي بقى لو أنت بقى اللي بتفتح لوحدك كنت عملت معاهم إيه دول كنت هعمل إيه بس يا بابا كنت هعمل زي ما حضرتك عملت بالزبط أهو ده بقى اللي أنا مش عايزه مش عايزة كانت تصدر للحاجات دي أخ يا بابا أنا مش عايز صغير وبعدين يعني ما تخافش عليها للدرجات دي يا تامر لما كنتش أخاف عليكم مال أخاف على مين يا ابن انت بش خلاص وصلتني ما تروح كل ييتك بقى خد تقل على الله مش عايز حاجة لا سلامتك لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يا ابن أنت بحاجة يا إخوة يخليك بخارك عازقيني ما تخلصوه يا بلا يا فاند نعم أحلى صباح الفل على عيونك يا صيد الله عايزين تلات سرينجات الله يسطرك تلاتة سانترا فضل يا سيري وعايزين بقى أمبول طرق الله يخليه امش اندي نفهم والله بتعمله بايه بقى تقول للطلق ده كل يوم امي بتولد يا دكتور امي بقى الهسانة بتطلق يا ساتر عطيه والله العزيمة يا دكتور عطيه بالعند ربنا انت هتلحن هالي يا اخويا هاتي الفلوس هالفلوس هاتي حبيبتي اهلاً اهلاً نهوتي ايه اللي عشكر دي؟ ناس غلابة قال لي يكون فعونك يا اخويا انا مستحملش الحاجات دي ما قلت ليش بقى انت قلت لي عايزة ايه؟ ايه يا عطيه انت بقيت صعبة خلص يا راجل انت انت مش قلت لي تعدي علي بعد ما تنزلي علشان تاخدي فلوس اه 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 نسيه كام الفين جنيه يا لهو يا امه مش كتير كده كتير ايه يا عطيه قصة العربية يا اخويا وعدنا اول الشهر مش كده يا عطيه لا حاضر حاضر اه ما انا ما كنتش اعرف ان الشهر بيجري كده لا بيجري قلت لي كامي حبيبتي؟ الفين جنيه يا راجل ما لك؟ حاضر 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 ما قلناش حاجة عناية الاثنين اهم الفين جنيه انا عايزة اعرف انت بتسيب فلوسك هنا في الدرجة ليه؟ دماغي مقلوبة يا حبيبتي وكمان بخاف اشيل فلوسه انا راجع بالليل بعد ما اقفل حد من الولاد الليه سبتلي على رأيك طب شفلي بقى الف جنيه زيادة عشان نزل السوق بعد ما ادفع الاسطة لازم يا روح السوق النهاردة؟ لازم يا حبيبي اصلي حشتلي حاجة مهمة قوي لقى دم مهمة بقى يبقى ممنهاش فضل يا حبيبتي اموريني هتتأخر النهاردة؟ وحاشتك يا جميل مش كده لقى حق في الواجه واناك على طول ما تتأخرش عشان عايزك في موضع مهمة مهمة قوي لقى دم مهمة بقى خلاص فضل يا فن ايه دا يا ابن؟ طلب نعلم الاسم يا فن دا مش لسه جاي الاسم منشغل؟ لحقت؟ يا فن دم انا في اول مأمورية قتلت واحدة عن طريق الخطأ وبعدين.. ايه؟ الاسم اعتبت وحش عليك؟ يلا واح علشان ولك بلاش كرام فاضي تحت امرك فن اسمع وامر فن خدها جزا اسبوع ألف شكرا فن تشرب يا زنب يا اختي تسلق ميديكي يا اختي؟ بايش يا حبيت إلا قولي يلا مونة عامل اي دلوقتي؟ اهو زي ما انت شايفها طوله النعار نايمة لا حولة ولا كنت إلا بالله العلي العظيم طيب خد خد يا حبيت خدي دول تاني ما انت بعتيني قبل كده كتير يا حبيتي كن ربنا كتير وولادي الحلال كتير خد واستهدي بالله كده بقى امسكي إلا قولي لي بقى يا قولي لي انت انت ما بيصليش لي إلا عمري ما شفتك ركعتيها واني بياختنا كنت تقصلي ما عرفش اللي براني همو انت لسه صغيرة انت كبرتي بقى الدنيا يا اختي محدش قاعد فيها ومت فاتة ادعيلي يا زنب يا اختي يا اختي ربنا يهديك ويهديها قادر يا كريم يا رب بس صلي يا حبيتي هصلي هصلي طب يلا ام انا بقى احسن وسته استمام زمانه الان عليك لسه مدري انت ما شدتشش ايه ما عاليش يا اختي شبيه انت ومونة يلا مرتو كده بقري من عمرك يلا سلام عليك سلام عليك سلام عليك يا اختي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مصليش هصلي بإذن الله يا حبيتي انت صحتي يا مونة هتفضل تاخدي فلوس من الناس لحد انت ايه يعني هزانة عاملية يا حبيتي انت حتش حتي علينا يا الله هتكلف من انت واخوتك فاهميني يا اختي خلاص هنزل الشغل من بكت يا ريت يا حبيبتي يا ريت هو انا ممسوطة بمعدة ايدي للناس الله ارحمك يا زيزوي معرفناش امتة غير الايام دي وبعد ذلك انا ما بحش حد شو بلاخد حاجة من حد الست قطر الف اخير حصة بظروفنا لو حد تاني ادكي اي حاجة وليلو بان سيمونك تشتغل مالك يا حبيبه هو انت يا نبت قصد تموته ابدا انا الله ينبت الزهر اللي قلب ده هايف ماليش في الشربانة دي يا حبيبي ما تقولش كده ده انت قده وقدومه ده نصيبك بقولك ايه ماليش نفسي لحاول الله يا رب الراجل الغبر ضايع نفسه وضايع عيال ماشييني المسدس صوت يا ريت وضربني المسدس حقيقي كان ده مرتاح وانت تعرف مني يا حبيبي اني مش مسدس حقيقي وفيه روسات استهدى لله كده وام كلك لقم علشان تسلق طوله مالك ماليش نفسي ومش عايز حد يدخل علي ربنا هديك يا ربنا هديك يا ده ده يا ايه يا واد الاشرط خينة كده يا حاجة مش ملعون كده وانا عامل ايه فنور اللي حيعميني ده وانا اب انت ما انت فاهم حاجة ابوك هسمنك وعمره لا قالي فتحي ولا غماضي يا حاجة يا ابويا مات ويشير بعموت قلتلك الحكاية دي باليوم مرة يا اما خلصي بقانا عندي شغل ما تروح يا واد شغلك ده يعني عامل ايه زي الليتك بصة حبيبي ايه ثانية واحدة انا عايز الحاجة بس ما تغماتش ركزي معاي اهو استهد ايوة امتاسبي امتاسبي ايوة حلوة ايوة جميل جميل واحد اتنين تلاتة حلوة كده اشهدوا على الا اله الا الله بتتشاهد يا روح امك؟ طب اتلع برا يا واط اتلع برا لا اقوم لك اكسارة ايش الله حلوة ده برا ما خلاص يما خلاص بقى يما تصدق وتؤمن بالله بقى ان انا كنت محضرة له جنيه لكن لا حر ونر في كنتتك انت برضو ست طيبة وكمة لأ ست الكل دي له برضو جنيه الرجل ده بو ماء وربنا الرجل ده بو ماء ده شبه اللوت نعم ما انتو فاهمين حاجة تعال اخد خد اما اقولك اخد ايه اخد ايه تعال بص خمسة جنيه خمسة ايه خمسة جنيه اه استنى بس اهم 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 خد يا حبيبي دول علشان السور كمسة بس ايوة اخويا ده كتير ما تتريقش وده الجنيه اهد للوات معلش اللي ما ترباش ولا لقاش حد يلمهم حاضر يا ام حاضر انا الناس اللي عاوزي حاجة ايوة تفوتلي على الوات جابر بتاع السلك ام قولو ييجي يوصلي السلك علشان سامعة كده ان في محابطة بتجيب احاديث وبتجيب قرآن حاضر يا ام بكرة يكون عندك ان شاء الله عايزين مرتبتين كبار ومخدتين كبار ووحدة صغيرة والقطنة يكون سكيرتو اه مش اي قطنة ابو سيقابة من الاطنة انا هموت على حتى من السياري ممي قطنة عمي الاطنة بسهل فولي يا عم سيد. اشتع عجينا. سعاد. خد دولي. ها? ع الفرن جاري. ناس كتير ولا هتبقيتوني هنا. كتير ولا قليل? مش شغلك. ما لك يا قليل. ما فيش يا عم سيد. الراسي هرمت بقت. خلو ما اكتأكلها يا حلو. تأكل مين ده انا اللي بأكلها. ما تبشي يلا وبطر لماضي. الله. يلا يا اخي يا روح. ماشي بسي يا بطر اغو? يا باشي شغال الله معاي الواطي. ما تبقيت باشي. انا ده لعز تطحن شوريام. عايزة حاجة? ما تأخرش يا بيت الفوق. ريال. راحة فين بيت? وانت ملك انت في الراحة والجايمة. الراحة فين اه? لما تفوق من اللي انت فيه الاول بقول لي يا بيت في الكلام بدل مع اخرمحانك. خش يا حيلة عبتك يا نام. لا منك ولا كفاية تشرك. مش عايز حد تصحيني. مش هالصحيك يا بلطاجة. لا ما حيلة. سبك مني. ولك ايه? يعني يا اخي اروحني المكتب وقلت عدون. لا حس ولا خبر. خلاص كله تمام التمام. كل حاجة خلصت. امت بس يا سيد. التأشيرة جات. ونبي صحيح. يا وله ايه يا سكوتي لهم صوتك. اللبصتي ده ايه? ده انا حرقص وزعت توامل الدنيا كلها زغرين. ويهون عليك يا راجل تسكت لحد الوقت ما تقوليش. صراح بقى انا مش عارف انت فرحان علي. ده انا مسافر وحسبك انت والبت سعاد. من غير راجل. راجل ده ايه? ميراتك بالف راجل. ومحدش يقدر قدر ابدا ندسينا علي اي طرف. قولي يا اخويا ونوي علي امتى ان شاء الله. ها كلها ايامك ونركب الهوى. بسلامة يا سيد. وقام انتك امانا يا اخويا. ما نجيبش رسينا لايه حتى خالص. ودري علي شمعتك عشان تقيد. نفسينا بقى نشم نفسنا شوية ونسطر البت. قولك ايه? القرشين اللي نفيتهم لك اصرفوا فيهم بالعقل. ها? حبة حبة. متضيعهمش كده او انت. يعني يا اخويا حاجبلي هدمة جديدة ولا حاجبلي هدمة جديدة. ده يدوبك الغداء والعشاء. وحتى كمان اذا تعشينا. بكرا ان شاء الله. هتفطروا وتتغدوا وتتعشوا حمام كمان. والله هتتنغنقوا. ربينا خلك لي يا سيد يا رب. بس بقولك ايه? عشان خطري. الودي المعافر المام جوا ده. عشان خطري يا سيد. تشوف لشغلنا والنبي هناك. حاضر حاضر. اول ما وصلها بعتلو اذن الله. ربنا يخليك لي يا سيد. وتروحكي لي بألف سلامة يا رب. لا تصالح. لا تصالح ولو منحوك الجهد. أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى هي أشياء لا تشترى؟ يا جماعة واضح انكم مش عاوزين تسمعوا شعر من الارضة ولا ايه؟ أقولكم حاجة لسعد الصغير. العنب العنب العنب. أحمر ودم وخفيف. هو انت يعني يا تقول لا تصالح. أو تقول العنب 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 أو دم خفيف. جرى يا طارق. يا خلاص. بقت كده يا فاتي. يا شمال يا المير. عارف مشكلتنا ايه يا طارق. ان لما روسيا وقعت. وقعنا معاها. وبقى شكلنا وحش قوي. وبقينا تحت اي مسمى وخلاص. عشان نص الشيوعين كانوا مدعين. والفقر هو اللي بيحركوا. احنا بالروسيا يا لماعة. احنا ما فهمنا وافكارنا القومية لسه موجودة. المشروع العربي وحلمنا بالوحدة لسه عايش جوانا. عايش مين يا عم دار؟ انت بس اللي مش عايز تواجه نفسك. حصدك ايه؟ فاكر ايام الجامعة. فاكر شكل الشيوعين. تسايين في المية منهم فقرة. ومداريين ورا بانطالون جنس واحد وكفية مقراحة. وشايرين علبة سجاير شهو. واكتبين تلاتة خلاص. بقى انا صحاب التجار. وزياسيين. مش هي دي الحقيقة. لا. هي دي الحقيقة. لما روسيا وقعت والشيوعية بقت بلح. كل واحد قال اشوف نفسي. وانت اول واحد غيرت مهنتك. انا غيرت مهنتي اه. بس ما غيرتش مبادل. غيرت عشان اكل عيش. مفيش حاجة بتتجزق يا تاري. امل لما قال لا تصالح. اثبت التاريخ اني بالصلح خدنا حق اني. وانت شايفة كده ان احنا خدمة حقنا. جزء منه. نشوف بقى طريقة تانية ناخد بقيت حقنا. هي دي السياسة يا تاريخ. مش لازم يعني نبقى بربر عشان نعرف ناخد حقنا. لا 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 لا. القعدة كده قلبة مغبرين. كده عيب قوي يا تاريخ. لا عيج ولا حاجة. سلام يا بتعتصالح. خد بالك انت كده بتقرب منه نقشك. ودي مش روح. سيبيه يمكن يهدى. يا ستي. يا ستي. فدرسنا اليوم عن كيفية اصلاح الحياة. الحياة اللي لهيانا. الحياة اللي سرقانا. الحياة اللي وغدانا من الدين. ومن العبادة. الحياة اللي كل مادة بتبص زيادة. وبتطلع بط زيادة. وبتتعقل زيادة. الحياة اللي ما عادش فيها أمان طب ليه ما عادش فيها أمان لأنه ما عادش فيها إيمان وإذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دين ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا اذكر الله قل لا إله والله من قلبك سيني يعني إيه جعل الفناء لها قرينا يعني اللي عايش ما عندهش دين عايش والعياذ بالله في خواء في فراغ عايش ميت سمعون الصلاة على حضرة المصطفى لا حوال رحوة إلا بالله وستغفر الله العظيم إزاي تربي ولادك وإنت المسؤول الأول عن ولادك وعن أهل بيتك لأن أهل بيتك دول راعية وإنت إيه؟ وإنت إيه؟ الراعي واحد منكم حيقول لي ما برضا يا أستاذ تمام العيال مجبوطة ما بتخرج أقول له هذا قول باطل واحد تاني يقول لي ما حليش العيال بيدخلوا النت عشان يشوفوا الدنيا اللي بيدخل النت بيشوف الرزيلة والنميمة وقلة الحياة اللي بيدخل النت بيخرج من الدين النت يا مسلمين معقل الشياطين واحد تاني حيقول لي ما يا أستاذ تمام البنات عشان يتجوزوا هم نازم يخرغوا عشان العلسان يشوفوهم أو على الأقل يدخلوا النت عشان لوحدة فيهم تستلقت عريس يجي أخدها أقول له خدك ربنا يا سيدي أستاذ الله العظيم عريس اللي حيجي أخدها أم الأمك وابوك اتجوزوا ازاي وستك وجدك اتجوزوا ازاي ستك وجدك بيتعرفوا على بعض في الفيسبوك كانوا بيعملوا شاد ستك وجدك كان بيعملوا شاد مع بعضيهم ولا ايه لعنة الله على الفيسبوك وعلى كل أخواته البلتوق والمتنجر وكل بدعة جديدة ولعنة الله عشان واللي بيعملوا الشاد ولاد وبنات ورجالة وستات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت يا قولي يا بتاكلي تاتورة يلا بينا نروح نجيبه بسرعة قبل محد ينقص لا 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 انا روح ايه روح انت 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 برضو تروح تشوفي بيتك روح يروح لا اهاجم عاجي حافظ ينقص يا قولي ايه اسمعي كلامي بس انا كده حاجري كده واروح اجيبه واجه طب هاتي القافة سامر نقولك في الحوش داي ياني ياني اجري بسرعة الرب هارسك ايه اسمعي ايه اسمعي ايه اسمعي اتأخرت اليوم ما خضتيني عليك لاحظ حد خشي خلقتيني عليك ياما خلتيني سعدائي قلتلي انك نسيت البوك في الجامع لقيت وسابع بيما بتوحلي اه دي البت السعاد كانت قادمة يا نوسي تقفل وهي مش ايه ده ياما لكيب الكيش دعم شوية خضر خشي نامي مش مكافيكي صار يالي ديني دخل اه صبح على خيه اشتركوا في القناة اجزاء السيرة اجزاء السيرة اجزاء السيرة يا بي خدي عايزي الأجزاء كلها؟ لا لا دي علشانك مش عشرة لا يا أخوة أنا بشتاغل حد دلك إني باشخد خليهم له عبدالبسط والطابلاو مالك لو يا بوزك ليه؟ يا خنوق يا أما بقالي ساعتين وما بيعت عشغل شريط واحد خدي الدينيو أنه بشرايك المالذيك خدي ربنا يفتح عليك يال هبعت هبعت يا رب واخد أجازة وقعد في البيت ده متجاحك ما عايزنا عملية اطلع اسكندريا وميه يخسنها فوخة صورت الراجل اللي مات ما بتفرقش عني انت بس عشان أول مرة تضرب حد دماش ها وانت بقى اللي ضربت ناس كتير يامة بالنور يا أما تتاجر مخدرات حلال في المور فرقبت وقوم عال انسى بقى أبو صلاح انسى ساكي حاجة قولي يا أخوي لحسن منسهت الموضوع دوعين وما شافتش النوع هو بس يغير جاء وينزل من البيت ويبقى تماما قعد بس شبشي بتاعك قعد بقولوكو يا أولاد انت حبو عملكم نقمة كده تاكلوها لا متشكرين حاجة لسواك شكرا ياما سيبينها لوحدنا شوية طيب يا حبيب شكرا ياما شكرا ياما شكرا ياما انا عرفت ان الرجل اللي مات لي بيت كبيرة هي اللي بتصرف على العيال اه بيت بتصرف بشارات في جامعة الدول وكانت بتطلع مع ابوها في التوزيع انا شفتها مرة في المراقبة بس كانت لابسة أشربة على اتمخة معرفت الشكلها بالزبط اه بيتة حلوة خلي بالا وانا مالي حلوة على وحشة ابوها مات وخلها تشيل المسئولية تعال بروقة بقى انت مشهورات كلية مبترقش اللي ولا كسالي لا كسل ايه ده مستقبلي ما انتعارف طب يلا عم بقى عشان تعالق الضبورة وتفرحنا يا رب النهاردة اول الشهر ليه في حاجة؟ الواد عادل لما كان بيتصل كان بيتصل كل اول شهر والنهاردة اول الشهر سبقوا قادي جنب التليفون بقى لما يحن عليك حتى لو حن التليفون مش هيرن ما دفعناش الفاتور بكرة هدفعها كل يوم تقول لي بكرة وما بتدفعهاش الفلوس بتدفع على الفوضي لا حد بيرن علينا ولا بيرن علي حد طب خلينا قاعدين بوز نبوز بعد كده وبعدين معاك باجا سعدية اقول لك جوم اروح لبنتك نادي اروح اعمل لها ايه؟ قطيعة قطحة هي وجودها هتمشي رجلك ويمكن يتصل لما يعرف ان التليفون هنا مكتوع تبدأ عندك حق انا هقوم امشي رجليا وارحول ده ابنك هلبي ما عندوش احساس ودي دجنة هيلة واتصل عجوب لك حاجة كلها معين؟ لا هاتين نفسك ماشي انت حور ازايك يا ابشاب ماتك؟ ازايك يا إبشاب ياما خذ يا حبيبي كيف تجدرتي وخرط البنات خرتت؟ ازايك يا حبيبي ازايك يا حبيبي خذك هاني المنورة هامنتك بتحبك تعيي اعطي كلك ايخ انا شايف ضايق انا باقي اتخلنا تليفون اخوفي وجاي بعشي معايا يو ياما وانت كل مرة تجيبي أكلك معاكي أنا حلفة ماكلش عندك وانت عارفة ليه طب خلاص عشان العيال ماما يا ماما ست بوش واحدة أمال أبويا بيقول عليها بوشين ليه أنا بوشين أنا؟ ده هو اللي بميت وش معلش يا ابني خضيتك وانت ما عندكش زم بقى أبوك قال كده يا وادزي يا كداب أهو يا ااما وانت تخريقتي معاك طب اتناي الكل وانت ساكت أجيبك شوية دقاء يا اما لا يا اختي جيبيها لنفسك اتصل بقى يا ابني خلينا غير من هنا قوم يا بيت انت وخوة قوموا وانا انا انا همسك حزاعة ابو تسموه بعد ستوكو ما تامشي يلا لسا محرج عليك تجين انت وعيالك ياما بقى طلعين من دماغك بقى ياما مش قادر ادع عليها عشانك وعشان العيال اقول ايه هنتفها لفوق هتنزل في عبنا هنتفها لتحتها هتنزل في حجرنا أخوتي ألو ايوه يا حبيبي ايه اصله ده ده واحدة ست بتقوليني كده ألو بتتكلم خواجاتي ألو ايه اللي سوري سوري ده ايه يا مرات عادل ياما قولي له ابن الكلب الواطي ده ما جاش يكلم امه ليه قولي له ان انا مش عايز اكلمه ولا عايز اسمع صوته ألو 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 قولي له ابن اختلف وهاد ولا في بيت قولي له ابن اختلف وهاد ولا في بيت قولي له يا عادل مجهول ياما انت عارفايا دي مكالمة في الشعر وانا دخل على الاربعة اشهر بس ما عبتش حسه الوقت خلاص نسيه يا اما ما تقوليش كده عادل عمره ما حينساكي وانا نصيبه كده ابوكي قال له انو اش هتصح انا اللي ما ستتتوش القصد اما امه مشي ماشي يا راحة فين خليكي قعدة معايا والنبي يوم سيبيني اقلا راحتي قابنتي طب اجي اوصلك؟ لا يا اختي خليكي قعدة معايالك بكرا اكبرو تشحات الساعة اللي هتعوديها معاك ما تعفوش في القاكل؟ عادل خلينا اصرف كده بيت طويل عريض ومخلف صحت لا بيصد ولا بيرد يا با انت هتطفحني اللقمة اللي بيقولها ليه؟ شوف الوقت بيرد عليها الزايد اه ما التقليل الحياة ما بتقسش الضمراتك فتعين بقوق وعملين تقس في القاكل قومي يا وليا قومي ده هيقتتنا على بيجنفور لا لكش حق يا رابط ده على يا بلال كان من العاشر فوق الوقت بيصد الباب ازاي؟ ماهو انت حاجد بحقه حرامة علي ان يتخيناه من الزايد عاشر ولا يهمك يا خوي اقعد كلك لقمة وما خلاص؟ هيقرسيني بالحياة؟ هو حد يا خوي بعد الشر بعد عمر طويل حد يقدر يقعد في الشقة دي غيري انا وابنك اخرى عن قده؟ هو عاوز مني ايه؟ مفيش يوم يعدى لما يحرق دمي كده خلاص بقى يا بلاف مهما ان كان ده ابوك برده هو عالقل عجل يعرف ان تصرف بتليف الوقت بقى لحسنود ده عاكر ما زيله ماهو عارف انها ملطاشة معاي بيزليني عشان لقمة بيتطفحها لي امانا وزاي الناس اللي سايبها لولادها بيوته وفلوس كان عمل فينا ايه؟ هي امو قوية اللي قاعدة جنبه دي هي اللي مقويها عليك انا لسه الصبح يسعيب له خمسين جنيه ليح ينسيها بالليل؟ طبعا مليه؟ اعمل زي مراته من كده مني ومفروسه عشان ما بكلمهاش خلاص بقى يا بلايل قاعد كلك لقمة عشان خاطر يبصلي عالنبي كده عليه الصلاة والسلام ماليش يا ريد انا مخنوق وماليش نفسه وحايز اخرج ومالي؟ واخرج يا خوني اخرج خد ايه؟ تمسك ياه ايه؟ خد تمسك ياه تمسك عدل يا اهلا اهو؟ قادرة معلمي اصبت نمسك طوال ايه؟ الله؟ انت مش قلت انا امرأة واحنام وانا امرأة واحنام طول ما امرأة ابوية في البيت ما طبعا انا بظهب الجالك الشغل ده هتحرق في الفرن بإذن الله يا عم انا ماشي ده مفيش حد في الحرطة يقني خد يالك ليه كده بس يا ابا؟ ده ابو لسه طارده اتضحك معك شوية اعتبرني زي ابوك خلاصة حاجة سايد من الزعلان فجل هاك روح ورا لحد الفرنة لحسن الشغل يتحرق زي مبارح فاهم ولا مش فراه؟ ماشي يا ابا ماشي الله ابدوني يا جماعة ابدوني يا جماعة ايه بعد عني بسرعة؟ في ايه بس؟ اخويا صلاح في الكلية يلا ابدوني اخواني احنا اضباني يا راقي الطبيعي مهما عمر يفردوا علينا وصيات يا جماعة اللي خير ومش مقتلع من حول يرون مات اسمون ! مات اسمون ! مش ان خة مش ان طاط و احنا قرنا السلط الواتق مش ان خة مش ان طاط و احنا قرنا السلط الواتق مش هتخاف مش هتخاف مش هتخاف احنا كينا الصوت الوطن راح فين هك؟ هتعنم مش هلا الشغلة تقول لوحدك؟ مالحفظي فين؟ عملت لي أخوكي وذكر يا عجينة يا كيمو خد أخويا خلص الشغلة ده حاضر أكيمو بسرعة نابع عجينة حاضر أكيمو بس أعود ايه؟ هجيب لك حاجة ساعة؟ لا ساعة ولا سوخنا يا أخويا بيت عني شوية انت مالك لازق فيها كده ليه الناس واخدى بالها ريت انت بقى نعضى وهو انت في حتة لوحدنا كده محدش يبص علينا لما اكون نفسك يا أخويا وتشتري شعب مانا قلت لي الكاز مرة قبل كده اتعاني تلمنه وانتي في فيت أبوية وانتي لا مضطيش تغرزني في الحارة تانية يا كريم؟ أنا خلاص ذهقت عايزة غور من هنا مالحب يا حب يا بيت الحب ماليان تضحية شبعت يا أخويا تضحية أنا خلاص ذهقت عايزة شام مريحة نبيب كريت رحت الفرن والبريك ورحت الحارة يا بيت يا بيت حتة صغيرة عايزة لمالك اسمع الكلامي بقى ما تتبطريش عالنعمة بيت بقى بيت شوية مت فوقي بقى دعلينا عليش يا كيمو بقى شوية كده أنا وأديلك الشغلة حتى البيت هضلي ماشا حوالي العجينة عليش يا كيمو ده حتى عجينة مش تاقي شوفنا مع بعض تقولي عش صغير خليكي أنت يا أخويا في العش الصغير لحد ما تموت سليم السلاة يا صالح إحمر بن دافع عن حوق حوق إيه فاهميني؟ أنا دخلت كلية العلاج الطبيعي وحلم عمر إن أنا كنت دكتورة وإن شاء الله هتوق بدكتورة مين لعل غير كده؟ لا فيه ناس عايزة تسحب التخصص مننا وتتطيرك اسم الطب الطبيعي نازل يا ابن شكرا أنت وانت شايفة الحل بقى اللي أنت ترمي كل يوم في الأرض ولا هنجرق لمك من الإقسام؟ متخافش عليها صغير أنا مش خايف عليك أنا خايف على نفسي وعلمك زي ما قلتلي لو حصل لها حاجة وربنا ما هسامحك قومي قومي رواحي يلا قومي وحس كعينك أشوفك في مظاهرات قومي بس اذن الًا حاجة حاجة تسحة أحجح Eddie حاجة أحجح أحجح ماركس أحجح بwolf اميًا الزبط، الزبط ما ننكله زاكر زاكر فيه ايه يا امه فيه ايه؟ الزبط بتنام على روحه وهيه بالزاكر هم من كتر يوم في الحالة طول اليوم هم دول بتنمو زاكر ومدارس دول مش نافقين في اي حاجة ام يوات، هم من نكله هم دول ما عرفتش حاجة يا بلال مكتمين على الخبر طيب بقولك ما فيش حدا كده نديله الشيء ويهارف لنا مين كان يوميها موجود في الكمين يا خبر بفلوس بكرة يرخص وهاعرفه يعني اعرفه ما خلاص يا بنتي بقى كفاياكي بقى مهو سهل عليك انت يا امه سهل مين قال انه سهل، بس هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا، التسبوع على خير بقى ما انت ايه؟ ما عليش عشان هندي مصاها بكرة، تسبوع على خير بقولك ايه؟ مش حوصيك لو شميت اي خبر قولي يا رب يا رب مهو ربنا معاك، يا رب اوه فاتحي، ما لك يا اخوي؟ ما لك يا اخوي فيك ايه؟ اوه طعبان يا سناء مش قادر اروح يا رب دلوقت لما جيه قلني عم فاتحي طعبان قلبي وقع في رجلي يوم تجيت لك جاري طب وقوم تسند علي مش هتحس بحاجة اوه، مش قادر يا سناء، سكاكيب بتقطع في داري اوه ما حول الله يا رب انا على فكرة موصية الدكتور عطية اول ما يجي له الدواء ده يبعتلينا شريك منه على طول اقتع الدكتور عطية واسنين الدكتور عطية البرشان بيباع في الرشيدة بعشة بنيه وبيبيعوا للمدمنين بربعين جنيه هيدوهولي الله هيقتع المدمنين وسنينهم انا عارفة بس الحكومة سايبهم ليه؟ سايبه وسايبه أمثاله ما الدنيا عايصة والغلبان بيموت معلش معلش قوم يا فتحي قوم بس استحمل قوم تسند علي اوه عفة يا واحدة بس هتريحني انا منمتش من مبارح يا سناء يلا يلا يا فتحي معلش يا اخوي تسند علي يا رب قفلنا آلك زق عاجلك بدل مخرجة وطاشة السلام عليكم انا تمام يا دكتور عاطية لا 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 ما خدتش بها لي الله يا رسال يا رسال فضل ما قولي هذا حيزيت فضلك يا اخوي انا لقيتك صليت العيشة ومشيت على طول ايه لأت قلت أجا الطم للك يكون في عاجل لا امدا سلامتك لك يا بسلامه انا كان عندي بس شوية جرد ربنا يعيلك ما هو جرد الصيف أشد من برد الشتاة حلوة صدق يا مولانك صدق الله يا مريكك يا دكتور عطيه الحقيقة يا دكتور أنا قلت بالمرة بس أنا بك الموضوع شغلني كده شوية خير لا خير إن شاء الله أنا سمعت عن برشام طلع في المعضر جديد موجود في السوق اليومين دور وشباب كتير بياخدوا اسمه طرامو 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 عاوز شديد ولا عيله لا 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 عاوز شديد يا دكتور عطيه أنا عاوز أعرف والبرشام ده بيعبوا ليه بالزبط ده مسكن بس سحر طب لو هو مسكن وبس ليه يميز الجدول وتمنع أصلي بيدعنك العيال السيع بياخدوا يعملوا بيه دماغ بس أنا قطعوا بقى من عندي ها تشعب شاي ولا قهوة لا لا قطر ألف خيرك العيال حطين العشاء طب حاجة سحر لا والله مش عايز حاجة خالص أنا عايز بس أفهم البرشام ده إيه تأثيره؟ فيه إدمان الله أي حاجة كطرتها تعمل إدمان حتى الشاي لا حاول على قوة إلا بالله يا رب يعني هي الناس نقصة دي الناس ما بقيتش دريانة ده بعيد عندك يهرق جدا كمان يا ساتر يا رب ربنا ينجينا طيب أتكرى على اللهم بقى أظن بقى ده يعني موضوع خطة الجبعة الجاية مش كده أليه؟ يعني وربنا يسهل إن شاء الله كده نخلي الناس تتوع ما بلايش آه بلايش للعيال السيعة دول يحطوك في دماغهم يلا السلامة يعني ولا حاجة كده ما انت عارفهم؟ لا لا ما تخافش أنا مش هجيب سريتهم طيب يا دكتور عطية أنا فاهم كل حاجة طيب واحد خدي الشاي بقى هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا长 جابت عجيلي فىكل هنا عوزك انت التصاربطي ولا إيه؟ شوفتي خمسون جنين انت جاي تقلبيني ولا إيه؟ خلص مش عايزة ما جال يا بيت؟ بتعرف بس بستعمل جاي لشوفك يعني فيها حاجة دي انتي ايه؟ ما بتزهيش؟ فعلت وصلت نفسي كده عادي عشرين جنيه ايه؟ يلا نواحي بقى نواحي ولمي نفسك حبك يا شاوي لما تقولي لمي نفسك حاضر هروح هترجع امتى؟ انتي مات بيت انتي انتي مالك هرجع امتى انتي مجنونة يا بيت امشي امشي روحي يلا ميش خلي بقيت من نفسك مش هخلي بقيت انا حولق في نفسي حمود في نفسي هنا يلا بيت بقى يلا امشي با تخنقنيش بعد الشر عليك ايه بيت امشي امشي يلا امشي روحي يلا امشي سلام يا ريخي يلا يا رجالة تاني معلش انا بس كان يلا 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 بس يلا ذاكو قام باركة ذاكو جمان امتوك فين امام لسه في الورجة تبقى سلملي عليك عادر يلا تخلو اقول لعلك النور اقول داك السين يا صابت اصابت يا وله هادي يا بيتا مالك مضل من الدنيا كده يا اهيه ليه كيف هو لسه لازلوا داومي على الباج بيشوكها فيها عشان يعرف المرمى على برد ده وين دل يا صابت اللي ولا جمال بيسفر لوال بيتا والتاني بقول لعلك النور عشان يتخلو كتب اصيبك منهم العلد شمال شمال ولا يمين احنا مالنا جبتها حجارين خبطهم نجيبها بول يعني ايه ما موك بيغيب من بورفور ومورفور تاحا جيش تقول لها واطروه برشام 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 احنا مش لاقيين راكب فيها يابا؟ راكب ومداد الهات امسك ايه دا؟ للبنتي سميرة اجيبها؟ يعني ايه ما اقولها هو ابني يا راكب طب خلاص هصرفها ها لو ها يا سوسو معلش الدنيا سلام عاا تمة اليومين دول هكلمك انا هحتر ساليا على مهل بوهي لاخيين؟ اه؟ غاية ماتش؟ تعالى ليش فشينك؟ خش على مسي نعمر ما هيديناس يلا ابا ما تشغل الشاي عشرا ابا انا هاجب لي من الهاردة الكمبيوتر بتجيب حد عيشك تطلع بكام الكمبيوتر ده استو مريح قوي هاتو على القلي رياحك من فلوس اللي بترميها كلهم في النت هاتو ايه لعالة هاجب لك انا قب حصابة ايه 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 تلمة باش مال هدي مش هالنفاق وانده من محاصر دي شوية الشراط بستنزق بيه واند خلاص جت علينا دنا ماتي علاية تايم بس ها بيت صلاة اه باش شوفناك صافة في المهضة ده وانده من احنات باشي 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 الله سيدا يوسف اروح انا مازل محصر باشي اسمك ايه مونة عباسح مونة ايه عباسح مونة عباسح مونة عباسح مونة عباسح مونة عشان محاديش شوفك شعبايت مون يا باشا بس مون حيدفع لي عشرة بنيف الشريط في المنطقة الشعبية مولا مهارزة مبيتفعوش غيرا في المهندزين او الزمالك شغلك كده مش وش باهدال هعملك محضر اساعدك فيه اعودي تسلم يا باشا هكتبلك محضر وان شاء الله رئيسي مباحس يمشيك من هناك ما تروحش النيابة تسلم هكتبلك اسمك ايه مونة مونة ايه مونة عباسح احمد اعملش عطاها وقلت عطاها بالليل عالحضاشر كده فيه نقلة رادن صح صح معاي وروا قللا جوا بص هم دافعين للهي حق نقلة هم دافعين للحي حق نقلة اجو كده حراكنا خليها تفقك عايزك باي ماتجبش ععمال معاك مامل اقرف عالرادن انا هبعدلك هايلي من عند تطبي لي منظر فيه وماشين غيني في النقلة عشرين جنيه كتير حلو ما تطمعش امتى بقى لطلع من عربية الزبالة دي وانشوفيني حيرة عربية عجرة كده اندلحة واندلعنة هيعص على حلقة ورسين تركز معايا الحقيقة ده ياما طلع ناس للسمن وياما كاب ناس على المجاري وعلى قدي مين؟ حكومة صباح هلو؟ هيا صبوحة هيا عبدالله الحنومية عمان قوي معرفش انا بالها الكرة هيخلص انا بيجيني بس ألو? أه وخلص استحميلي يا بنتم رح امي تروح يا بنتم بش ياما عني أم ياما أمي ياما البسي اما يلبسي måste تكرم فيشتاح مش عادرة تحرك يا بنتم امي ياما اسموني عليك engage Phillipsami مش عارفها يا أختي تعالة ياما مش عادرة اغرفなら الحين يا بنت سندي ان شاء الله خير يا امو ان شاء الله خير دكتوران يتكلت يا عبان ما صدقتوش هم يامو سندي عليا سندي عليا يامو اعملك حاجة تكليها اش نفس هم يامو طب ربس يامو ربس الحين ايه ده يا بنت تقطع مني يامو ونا دخل بالحمام انا بيدخل بالحمام هتوا ديني المشاشرة بيجي بشي بأحمر يا بنت ما عليش يامو اعمر يلا الله استني يلا يلا اعمر يلا الله يلا يلا ولا قوليه يا اختي عامل معك ايه بيديكي مصروف هي عشرة جنية تيمة وعايز يجي لقى المحمر والمشمر والطبيخ قال يعني ماهوش عارف انها ما بتكفيش حاجة طب وانتي بتعمل ايه هعمل ايه اهو يوم فو البقوطة يوم فو النابت يوم عتس يوم بصارة اتبخي يا جاريا همينين يا سيدي والوات جمال عامل معك ايه اهو عايل هعمله ايه بس عينه تتدب فيها رصاصة في الراحة وفي الجاي هعمل ايه يا سنة؟ هروح فيه ايه دا؟ تخلاص؟ علعت الاسو دا ستتسامية؟ لا لا يا اخويا انا بس كنت باغسل هقوم اغير او حارس ازاك السنة؟ نحمده ايه؟ طبك ما افتكرت يا اختي؟ سعيد ابوك الله يا رحمه يعني محدش شاف وشك الدنيا تلاه يا سعيد وبعدين على اقل انا بروح للطربة اخسعلك يا سنة؟ ليه ما بتقولش نيجي معاك؟ يا اختي اللي عايز يروح ما بيستناش حد استنى يا سعيد عايزات خير تفضل الكلامة مفيش حد غريب عايزين نشوف محامي ونعمل اعلان وراسة ولا هنفضل نستنى كده كتير اسمع كلامك يا صداك اشوف امورك استعجب منين يا اختي بتروحي له الطرب ومنين انتحنيين قاوة عليه وبتتكلم في المراس وابوكي لسه الاربعين بتاعه معداش الحزن في القلب وربنا علم بالقلوم لكن كمان على رأي المثل ان كنت اخوات اتحاسبه الحساب يوم الحساب يا اختي انا مش افتح بق بكلمة الا بعد الاربعين حسب وصية ابويا الله يرحم لهو كان ابوكي قالك استنى الاربعين اه قالي روحي سعيد ماشي يا سعيد نستنى الاربعين اهو مش بعيد ولا انت مش واخد بالك لا يا اختي واخد بالي هو حاسبها بالدقيقة والساعة والثانية اسم الله عليك فوتكو بعافي الله يعافيكي يا اختي مطلعتش منبوكي صاحب البيت اه حاسبك في بيت ابوكي انت اللي قلبي كله سواب ربنا علم ما في القلوب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اختي مع السلام يا سانية السخف الله العظيم يا رب السلام عليكم يا اخوي انت شايفني نمسة برنيتة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حجة يا سلام اللي pink يا سلام يا سلام burg يا فتتتتتتتتتتت uses يا سلام يا تارية بczenia وبركة أنت أن found you اسمح لو جراله حاجة تاني البنطلونش همدي ايدي عنيه ايه ده يا واد؟ بدل نقصينا عشرين جنيه ما انا جبت شوية عصير وانا عنده مصابعة في المستشفى طب وانا مالي مش نسايبك ادفع انت لما قبض هدهملك مفيش مرة يا واد تقبض للمعاش واتجيبه سليم ابدا لازم تعفرته ياما دروي عشرين جنيه عمي عشرين جنيه عمي؟ طب يا اخويا ما دفعتهمش انت ليه؟ لازم تفنجر على حسابي يا رب هتدهي علي يا واد هل ما اقول يا رب؟ ما اقولش يا رب الا عشرين جنيه دون يكونوا عندي بكرة هيكونوا عندك بكرة وفقهم بوسة بوسة؟ لا انا كنت فاكراك هتقولي فقهم عشرين جنيه زيهم انما اعمل ايه؟ كلمة الحق تقف في الزور واد البنطلوك سيبين انام شوية بقى الله يكرمك انام انام هات الراديو ده يا واد لا يقدر الراديو تفضلي الراديو ما انام انام لا يقدر الراديو في حاجة جدا بي مفيش مادام مفيش بيتحوم ليه حوالين المنطقة مرتلك مفيش حاجة يا خفيف انت عبيت يلا ما تنتع التمنين جرائب لا جرائب البشر بنو كمين الجديد بتاع الاسم ها؟ دماغ زي باشر اتفضل اتفضل يا باشر اتفضل 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 يا باشر اتفضل اتفضل يا ساتر اتفضل نماذا هاقوم اعمل لك شاي لا شاي ولا حاجة الواحد نفسه مقطوع طول المهار مش شاي طب انزل اجيب لك حاجة ساعة لا ساعة ولا ساعة اقادي معي شوي ما عالش بقى ان البيت مش قد المقان لا دا حلوة او دي صورت ابوي دي صورت ابوي الله يرحمه بقى حكومة اعترته دي حد من عندكم الاسم ربنا ما يكسبوا يا رب اتفضل 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 ما عليش بقى اتعبتك في المرأة وانت عرفت اللي انا كنت برأبك ازاي مهول باش رئيس المباحث لما قال لمشي انا بصراحة مصدقتش وانا ماشي كده كنت حاسة ان في حد ماشي وراي لا ما حصلش كده هو مش شاكل خلاص امت دي؟ اه دي امي واخوتي الاثنين ابوي يا سابني با الله يرحمه نعودلي في الديني مين معاك يا مانا؟ ده صلاح باش يا ام هو اللي خرجني من الاسم وجي وراي عشان يتطمن علي اه على فكرة ساعة تب وشرف النبي منت بتشتغل بشرفها وملهاش في الشمال معاك يا مباي؟ ساعات ولما بتزنع ببير طيب مسكي كارتي بتاع في كل الأرقام بتاعتي لو احتاجت حاجة تليميني تنى حد وشك ايه يا بي؟ ايه يا بي؟ ملكيش دعو انت لا مفيش دعي يا بي حاجة بسيطة اللي عالي مسكي؟ انت كاة بتا خيدك السلام علي حاجتك يا بي؟ ماما غزة سلام علي شرفت تسلم خطويك يا بي؟ شرفت ونويت الحيط ها بقلصنا كابتن بايا ما كانتش كاردة دي؟ يا عم الصبر الصبر ديني باكلم اهو صبر ا Lena ouي خذوك ايه بقى انت ايه بقى انت ايه بقى انت ايه بقى انت فين يا عم يا عم القاعد مكادر الناس هنا ما تنكس بقى فقب دين نقعد يستنيك او والله سلام و تيه الي جابتك هنا و تيه الي جابيك هنا قولت سيدي يا عادي في البيت قاعدت من الساعة ترد عادي فتاك و انا هستقل فيه ايه بيه انت و انت مراتي مالك فيه ايه و انت اكافش علينا زلة يعني كلامك اتغير يا شاو ايه اللي اتغير؟ مو انا كنت وعدك بالجواز ولا كان فيما بيننا مصلحة افهمت افهمي انا زي زي اي حد في الحارة عايز ماشيك يبقى تمامي عايزك تمشي عادل وانا مش قولك الكلام ده تاني مو انا مش هتغير يا شاو خلاص ولعب جاس ماشي يا شاو ماشي يا عم روميو يا عم شو انت فيني يا عم؟ علاش المصلحة بس انت عاد؟ طب يلا 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 بس استانى بس انت اخذنا على فين؟ ماخدك على فين يعني؟ على فرح والعود با يعمل ايه في فرح ان شاء الله؟ يا عم العريزة عايز يسمع عود انت مالك انت ملكش فيه يلا يلا يا عم ايه يلا يلا يا رجالي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اشتركوا في القناة انا اقل لك العريس عايز يسمعه يا اخوات ماخو كده يا عم سمسل من ساعة ما عمل اللحن الجديد اللي محد السمع هو هو معرض علينا يا عم او من قروكو ده من ساعتها ما عملتش نحن تاني ورحمة ام ما انت عمل اي حاجة في اياتك يا بيتة تعويرة ماشا راحة فين دلوقتي يا بيتة تركب علاجك معان لا تروح تدي لام عشان او زيزتين بيها ايه مش جاية دور دور تروح تفتح بيهم واشا يا بيتة تعامل حاجة الخافة من الشارع مش هتلعزة بيها دلوقتي ايوه هوا ده الكلام الجامل اوه ده الجميع علي ااوي اعلم اخي بتضرب ايه اي حاجة وكل حاجة حلو الموبايل ده فضالي قولي بقى هتزفع كم اللي انت عايزة ميتين جنين ليه بس كده خلاص مية بس ايه ساعة واحدة بس انا ااخدك البيت ودلع بعض انا اهدل واحدة يا بيتة انت هتتجوزني ولا ايه يوه انا نشاطي سيارات وما انزل قبل اي لجنة هو ده نظامي هتيجي ولا مش هتيجي قلتلك أنا بينتي ناس وهو مبركبش غير عربيات ومش عاكبك مازالين لا واضح انك بانتي ناس فعلك ويلا بقتتتكل على الله يلا فداعي قاله الله مش موت chargesبت معاك العربية وتغريتها لك هت عشرين جنيه بقى عشرين جنيه ايه يلا بيتتتكل على الله الى انا عرار استي نفسي لخوادر بقوالك هت عشرين جنيه عشرين جنيه اه يلا بيتتتكل على الله اي قسرلك دماغي يلا! يلا! غوري! ممي! أحب لي بقى! عرف! يا بنت الحرارية! هل من الموبايل يا بنت الكلب ها؟ ألا بيه دعاق! من الموبايل ايه؟ أمي بقوشها! موبايل! فاكراني سايح؟ ولا ايه؟ ها؟ يا حرامي يا سايح موبايل! يا حرامي يا ابن الكلب! الحرامي يا سايح موبايل! يا بيت يا دعاني من لغزك النهاردة! لا ما حاجة شدر يخصني وانت عايق! يا عمى ملخ يا بنت مدهولة فراصي! خلال ايه؟ انت ملخ خليكو فليطا تشعبوهن! يا عمى ما تيجح بيطا انت عانيت اختي لك نفسين يمكن تنسي الواوا! ها ها هات يا نغم! هات يا نغمي نزال قرعة تمت البرها ببيتي دي! مامة بيكو. مقصفة الرقبة دي! اه مش هنخلص بقى من الوافور ده شفشتة جبتوه لنا الرب يا ريت يجيلك وياخد عمرك يا ريت خلي البيت ينظف بيت؟ هو فين البيت ده؟ انت بسم الخرابة دي بيت؟ روحي يا أخي طلع وحشوف البيوت عاملة ازاي والناشة كلاها ايه؟ ربنا عماني عشان ما شوفش خلقتك هو بيلي يا رب ما تكتمي يا بيت وما تعليش صوتك مالك روحي اختي شوف مين اللي بطحك على راسك اهم اللفك وبرمك في الشوارع طول الليل قاعديني واناعد اصرف عليها زي بقيت الناس توبي علمتي فيه وحنا نصرف عليك ونستتك هاتوب من بكرة بقى هاعد في البيت بس عايز اكل واشرب والبزيانة في الحار لما نشوف بقى يا ريت انشاء الله حتى انزل اخدن في البيوت المؤمنة وعادي طبعا لا يطلع صبح وكلام ما يبقاش زبدة هي فين؟ هي فين بنت الكلب دي؟ قاعد يا اخويا ما توسخش ايدك قاعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة هنا مدرسة محمد ومن جلس معي في حضرة المصطفى فليصل عليه ويسلم تسليما كثيرا درسنا النهاردة يا اخوانا عن الفرحة كيف نفرح زمان لما كان حد بيتجوز كنت تلاقي ان كل البيوت اللي حواليه فرحانة بشكل مؤدب ومهزب وجميل والمعازين جايين لبسين اللي على الحد ورحيتهم عطر رحيتهم حلوة وبيذكروا الله وبيذكروا الرسول صلوا على حضرة المصطفى قول لا اله يلا الله من قلبك ازيه لا اله يلا الله ولما دلوقت تلاقي تلاقي شوية عيال اللي بيزفوا دول ويعملوا الحركات ما تفهمش العيال دي لابسة ايه واللي عملا شعراء ازاي واللي حانق صلبطة واللي مشرت دماغه واللي راسب حروف على قرعته ورحتهم والعيازه بالله وحشة وحشة اوي مالواحد فيهم بقالوا ساعة عمال ينفض نفسه رأس واللي بيرقص بسنجة واللي بيرقص بمطوى واللي عمال يتمرمع في الارض وعمالين يغنوا اغاني لا ليها طعم ولا لون ولا ريحة وما تفهمش اذا كانت الاغاني دي كلام عربي ولا انجليز معا انه ابن شاوقي لسا عمل الزفرة التعودة بيه اقوله واحد ما بقى عارف صحي فيه اوه الغلط فيه زمن الجميل زمن الفرح الحل نفرح بس بصول نفرح بس بعد ولا ايه الواحد بقى يسمع اغاني والعياز والله بتجيب له شل الرباعي ايوالله شل الرباعي ده الواحد بيبقى خارج على فغض الكريم رايح شغله بدل ما يقولوله في الراديو اتق الله ولا تأكل حرامة يسمع واحد يقوله انا كل مرة اشوفك فيها ابقى نفسي اه 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 يا ابني مرانا اشغال خلصنا الله يستورك اه اه يقوله اه 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 جتك الاوة يا بعين يقوله كمل اه 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 اشوفك اقولك انك كلك على بعضك عندي بالحياة بيقوله حبيبته يعني انه كلها على بعضه عنده بالحياة طب خليها تنفعه بقى يوم اللقاع العظيم عيشة عيشة بيتي عيشة اه اه انا مبخرج اقولتلك مش هقدر يا بيت انا بحبت ما انا عارفة انت قلت الكلام ده قبل كده بس انا مش هخرج معاك وبعدين هنروح فين يا بيت عايزين نتكلم مع بعض في اي حتة بعيدة عن الحارة كم احنا بنتكلم اهو عايزين نترجم الخوار مع بعض أيوة يا بيت عايزين ايوة يما تاعمة تاعمة اطلع اطلع هيخر البيت خوشي عايزو تبتحني افطحها اي عايزة يا بيت يا بيت خلاص يما اخر برا خلت الواز يما مين يا بيتل اطل واز معاك ده قل ما شاخ نديرها على طولك خلاص يما حرما حقولي ولا اقول لأبوكي انا بني بنعمي براهيم يوم سيبتي حانا.. حانا في الصحي يا عيشة يا بند الوساس تمام ليه قيبك؟ ليه قيبتش يا بيت؟ وانت سامعة صوت ابوكي في الجامع بيرن في الدنيا كلها وانت عمالة بتماس شمال وينيب على تسلم خلاص ياما مش هعمل كده تاني كان بيقول لي كانت كان بيقول لي كانت طعي أولا بيقول لي ما حبك بي ايه؟ بيحبك؟ لازا حبت بورس وكلا لابا خور سيبتي وهو وانت بيتي عيشة بيتي بتعرف تحبي ليه قيبك؟ أتاري بقى التلفزيون هو اللي موز أملك؟ وانا عمالة داري عليك شمال وينيب؟ وولي البيت محبوسة البيت عايزة تدفاك وانت دارك يخدي عيشة اللي قسم حبي اخرب بيتي اخرب بيتي اخرب بيتي اخرب بيتي بدي ايده عليك يا بيتي لا ياما لا ياما والله وعيد ابويه هو كلامه باس كلامه باس؟ هستبضحينا هستبضحينا يا واتية؟ والواحد وهو راجع من شغله بقى عشان يلحق المغرب يسمع أخي تاني بيقول له انا ضارب سجارتين بني وحسس ان ادماغي بتكني بتاكلك ما يلازم تاكلك كلك عفريت يا بعيد ما يبتاكلك عشان اتسطلته وبتخطرف وبتقول اي كلام لا وبنسمع لغاني دي فين؟ فانهار رمضان رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقاء استغفى الربك سيدي وقول لا اله الله من قلبك ربنا ارحمه جميعا اللهم ارحمه يا ارحم الراحمين ارحمه يا الله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عدرا يا منور حنني قلبه ونوري طريقه وسهلي حيره يا مين موسيقى 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 كذلك موسيقى احضرتك وهو دي هتفضل وراه لحد ما تخرب البيت قد ما عندوش رحة الدم شايفني معادي قدامه وعينه في عيني يجميع من نفسه مش هاته يعني هي بنتك اللي عيد له يلا ربنا يهدي ربنا يهدي الجميع بقول لي كاس عداي اني عايز اشعر عليك في موضوعتي خير يا خو اه اني زهوكت باجة بصراحة من مشوار السعيد رايح جاي رايح جاي اني هسوي ما عاشي ده يوم المونة ده انا قلبي بيتخطف كل ما بتروح تركب القطر ايه وجاشين المكاف على فتهم في الوسطى وفايديتهم على جرشين المعاش ونعيش بهم بجيت عمرنا مستورين طب تفتكر الفلوس دي تكفي نروح نزور من معها الواد شوف انا بقول ايه وهي بتقول ايه ياولية انت اتخابلتي في دماغك ما اتطلعي من دماغ الباجة يعني هو كان افتكرك وبعدين هنروح له فين احنا عارفلنه طريق جرة بقولك يا سعدين جمين يا مسعدين انت بصليتي؟ جمين يا مسعدين كده بردك يا مهر نامي وجول المخرج يستريح شوية باجة ما عليش ما انا لازم اجاسي جلبها شوية وانت بحشت يا جوا يا ولد بس لاني مش فاهمه انت ضيبت الجساوة دي كليتها مني سلام عليكم عليكم السلام وكان نفسوهم ان الدرس يطول ويطول الحمد لله ما انت كلامك جميل او يا اساس تمام ان جيت للحق يا زينب انا مش عارف ايه اللي بيجرالي لما بخطب في الناس بحس كده ان الفلاح اللي جوايا بيطلع فجأة والحماس والانفعال بياخدوني قوي وبعطش الجيم واسخل وساعات اخش بحاجات ايه مالك يا بنتي عيش ايه مالك يا بابا طب تعالي يا حبيبتي تعالي اقودي جنب بابا يا بنتي عيشة انا انا عارف اني جديد عليك شويتين وعارف كمان ان انا بمنعك من الخروج مع البنات بس يا بنتي الحالة اللي احنا فيها دي فساد وهتسمعي كلام مش هيعجبك وهتشوفي حاجات مايصحش تشوفيها سدقيني يا بنتي انا بعمل كده لمصلحتك الله انت متعايت ان ايه بس عيشة عيش يا بابا طب ايه رأي بقى ان انا هخليكي كل يوم جمعة تنزيل شوية معاش يا ستين لا تنزل ولا تروح ولا سيجي بلاش ده العفادي الله 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 امرك عجيب يا زينة وانت العبك كده ولا العبك كده اومي 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 حاضر يا بابا الله تبقى جرأي اولي يا مالك ايه فيه ايه تخيب فيها البنتي شوية هكايت انو زلو الطلوع دي سيبها علي انا ملش دعوة بها خالص وهو ده المطلوب يا اختي اومي للمحروش شاوي ابنك فين من ساعت ما نزل الصبح مرجعش لحد دلوقتي يرجع بالسلامة وبنا يديه يا رب يلا اومي حضريننا لقمة حاضر يا اخوي انا نفسي هفاني على طاج عكاوي وشوية بمبار عكاوي وشوية بمبار ده اين ده دلوقتي مالك عن السنكية طب يا اخوي خليها الصبح الصباح رباح احنا ضمنين نعيش للصبح الله بقولك نفسي هفاني يا اولي خلي عندك شوية نظر مور طب معلش يا اخوي خليها بكر احسنا النهاردة تعبانة قبل تصبح على خير بchet كده خليها وانت اهل وليسا بن én امنا بيت chama عيشة عمل لي سند Onionش مورتي خليها де خبرين من بتوع زبان انما ايه يا خابها رابيات لو وازنتيني تلاقيني خسس النص يا رجل انت هتجنني الصبح تسحى مش طايق نفسك ومشيني زي النملة وتيجي على بالليل وتقليلي على قرب بش انت عايزة جدي رواتي النملة ولا القرب عايزة الختم من اللي قلتلك عليه تعالى تشوف ايد اختي دي مش باينة من قطرة دعب اللي في اديها يا حبيبتي اختك متجوزة راجل اعمال عندهم الفروزة الرز انا على قد حالي عشان قعدلي في اجزخانة معفنة بتباعلي بقرشة وبقرشين تعالى اشوف الأجزخانات اللي فص البلد بتكسب كام سيبينا بالأجزخانات خلينا في الخاتم بينا بديها تعطي اوه بكام الخاتم ده الفين جني بس 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 ده نجيب وفقهم عناية ربنا يخليك ليا ولا يحرميش مني الجاودة يا بابا يا بابا اي راضي؟ انه اللوت بقيته جاه بابا امهم اخرجله ممكن يكون عايز حاجة طب ما تتأخرش لحسنا واتأخرت حنان ايه يوه ايه يوه ايه يوه ايوه ايه يوه تامل بابا ايه يوه ايه يوه لانا مرضتش علقك لا انا صح والله يا ميز جايين لنوم يعني الله وقلت يعني اما اجا شوفك يا اه تعشيت ولا صحي ناعد تحملك عشن حبيب الحمدلله تعشيت مناص صحابي طيب يعني ايه ايه اذا كنت عايز ننزل ننزل يعني ده لسه بدري برضو استبتع بحياتك يا اخي استبتع بحياتك حاضر يا باب انا فعلا عندي مشوار ولازم انزل يلا حبيب دست طبع حبيب خد المفاتيح معاك ها حاضر حماية حماية يا شباب وزعتوا ايه ده انت نمت ايه ايه اتامل اتامل ايه باب بقولك ايه نا ان كنت عايز تقعد اقعد يعني الدنيا ليل هتروح فين يعني ولا اصحابك دول يعني انا هيتامل معهم ايه مجلس يعني وزر ايه انا عم نستعجلين عليه اقعد يا راجب ده الدنيا ليل وحد شاف ايد كفه حتى اقعد يا عم اقعد اتحاضر يا باب اقعد 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 كفهات نوم رحتك طلعت مراتك صحية من الصابح اقعد كفهات نوم جميعا جاين بطن تقطع من الجوع وانا عملك يا باب انا لف نام من ساعتين شوف الواد بيرد علي ازاي يابا انا كلمتك قوم يا رادي احسن اضربنا الامين ولا اقولك اديني بالشلوت وانده مراتك تشوفك وانت بتضربنا بالشلوت يا فتاح يا عليم يا رب ادعي علي بقى ادعي علي يابا مالك مال هو انا حلت مال ياريت يا اخويا الناس كلها بتقول لي ابدك بيشتغل ومعاه فلوس فيل الفلوس يا يا عاد انت بتتعطي حاجة يا عاد ما حصلش يا عاد مال بتودي الفلوس فين يا عاد اوه ما هي مقفلة في وشي من ساعة مزيز ومهات اياك عايزني ادعيلك ان ربنا يسهلها لك في اتجارة العشيش لا شوفلك شغلانة تانية يا عاد انا عندي عايي العايزة ربيه حاضر يا عاد رايح فين يا عاد اوه رايح ادور على شغل يا عاد اتا بتستقرد يا بدي الكلب يا معافل اتا بتزرعنيك عايز تضربني ما انتا صايع ادرابني الله لا يسيقك الوضع عدو كلبي يا دكتور ولازم ياخد حقنا دلوقتي حالي الفلو بقس عليه يا اختي طلعي بيه على مستشفى التالي رحنا للمستشفى يا دكتور وهناك قالوا لي هاتي سرينجا قلت اجي اخدها من عندك حضريتك وحديدك تديها له بيدك اللي فيها البركة تعالي بعده نص ساعة يا بيه يا دكتور الله يبريتلك الوضع عدو كلبي مسعور ولازم ياخد حقنا دلوقتي اللي حيموت مني يعني عاملك ايه احنا لسه فاتحين يا ستة وإدايا هي قدامك بتترعج يعني اعمل اعمل لك ايه اما هو بتقولك لا 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 دفن بوك يا دكتور وعلى ايدا كله انا اخده اجزخانة بره ولو رب اسمه كريم احسن يا اختي طيب احسن فضل الشر التور حطه عندك هاني وانا نزل رس البابا انا مش عايز اقابل حد النهارة افر افر تونة حبيبتي يا حبيبتي وحشتيني وحشتيني اهلا وسهلا وحشتيني قوي اخبارك ايه اهلا اهلا يا حبيبتي مساء النور اهلا وحشتيني وانتي كمان وحشتيني بالدرجات دي الجواز ياخدك مننا الليال والمدارس اعمل ايه بس والله دهيسة يا طب كام سنة ما شفتكيش ولا عشان ليلة هي بس اللي بتشوفك مقدرش على بعدك والله دي الظروف تعالي نخشي نقعد جوه اعملي شي يا مام حاضر يا عيد بعد اذنك يا طنة تقدر يا فات ياه ايه ده يا ليلة قطك ما تغيرتش من خمس سنين خمسة بس ولي عشرين سنة اخيرا ياختك دي للبيت اعملي بس يا لولا والله العظيم انا في دوشة اعمل ايه؟ ماتي عارفة ايه ده انت لسه محتفظة بالصور دي؟ وهو انا لي يا غيرها؟ جاهية دي الزكريات اللي معيشاني لحد دلوقتي فكري يا لولا فكري يا بيت مظاهرات 18 و19 والبيت الوطنية بقى اللي ايه اللي حتغير من اوضاع البلد؟ انا كل ما افتكري ان انا كنت بتشال على كدف راجل ما صدقش نفسي انا الساي كنت بعمل كده وعمري ما جي في دماغي ان ده راجله شايني تفتكري بقى هو ما كانش في دماغه؟ وانا شعرفني بقى يا فاتن هو وضميره كنا عيال يا بيت قولي لي يا لولا ندمتي على الايام دي؟ تجاية دايقيني؟ لا والله العزيم انا بجد باسألك ندمتي والله مش عارفة المفروض ان دم ولا افتخر يمكن ساعتها كان الحماس واخدني مش عارفة بقى اذا كنت مدعية ولا صاحبة قضية يا ستي بطالي لف ودوران وردي علي ندمتي الشاي يا بنات اهلا لقانت شكري قوي قوي منورة يا فاتن حبيت ربنا يخليك يا روح قلبي عارفة يا فاتن الحاجة الوحيدة اللي اندمت عليها ايه؟ اصحابي وانتي عويله ليه؟ هتزعل مني؟ لا والله ما هزعل منك انتي عارفة قدي ان انا بحبك لما دخلت الجامعة وانا منحارة زي ما انت شايفة كان احساسي بالفقر كبير كل البنات بتلبس كل البنات معاهم فلوس عمري ما بستلي لعندهم عربيات عشان ده كان حلم بايد قلت يا بيت اللي عوضني عن كل ده الشخصية لازم يبقى لي يا شخصية لقيت نفسي في اسحاب المواقف والنظريات السياسية شدتني افكار ولبسوهم جي على هواية اي جنس في اي بلوزة في اي كفية واي تصريحة وعشت ليلى غانم سكرتيرة قسرة الوطن وعرفتك ليلى لو مش عايزة تكملي بلاش ليه؟ علشان بجد انا شايف انك بتهربي من سؤالي ندمتي ايوان دنت لان كلكو فجأة تغيرتوا ودورتوا على الحياة كلكو عرفتوا تتجوزوا انا الوحيدة اللي نشيت وراها اه بندم يا فاتت بس ندم بعد المحطة ما فاتت وقطر العمر ماشي طب واللي رجعلك القطر تاني نعم يا اختي انا جايبالك عريس عريس وده عنده كم سنة والله مريده محتاج رعاية لا والله هي اختي ده راجل وزي الفل كمان وعرف عنك كل حاجة بس هو متجوز لا انسي انسي ليه بقى كده؟ ده دماغك ناشفة كده ليه؟ وتسح شوي بقولك ايه يا فاتت احنا عندنا محشي تاكلي محشي؟ محشي بوص عمام انت تبلغ الشكاوي ماشي انا اللي سهرانه النهاردة هاجي بالعمال نكشفة وقطلب تغيير الكابل ييجي المهندس يعاين يقولوله الكابل عايز يتغير أركيب الجديد يمشي أركيب القديم الله تم السليم يركب والجديدية الكهن والباقي عليك لا ولا يكون عندك فكر ده ملعبي اهو ربنا قطع النور يا فتحي عشان عارف اللي انت ناوي تعمله الشغل مش عايب يا سناح مش عايب يا اخويا بس ما تشميتوش فينا فين حيش حاجة يعني لو الواحد يعني قال شوية طعمية في الحارة او ماشح عنا برضو وبعدين الشغل مش حرام يا اخويا محدش قال انه حرام بس توقف على نصية الحارة تقلي طعمية والرجلي اكتعبانة هو في الريحة والجاية يلا سن علينا لا والله العزيبات دي له من المجور في وشه يا فتحي يا فتحي ده بلطج ده معندوش قلب بقولك يا اخويا عشان خطري هنكونها بمالح بس مشوفش في عينه نظرة شامتة واحدة خلاص نسيب الحارة وندور على اي قودة تانية نسكم فيها لا ما هو ده بقى اللي في باله وانا بقى مش هنقوله اللي في باله اه امال هنعمل ايها سماء؟ اهو اللي عمل عمل ربنا يا فتحي هو اللي بيعمل كل حاجة نشوف مخبّلنا ايه ناور الله ناور الله ناوره اللي بقى الكابلة ده يا معلم يلا عبدالله هتاخد الكابلة وتطلع على المغزن وانا هاخد العربية وكمل وردية ماشي؟ ماشي يا صاحب سلام يا صاحب الله ناوره الرجالة يلا تشاهد شوية يا فتحيوات انت بالسانع؟ يا حبيب السلام عليكم عليكم السلام يا حضور يا دبكي صوف طلع بشا وإيه لازمته ده كل؟ حاجة بسيطة عشان عيال اتا وان والله هتو ما تربيت دينو من عيال الحبيب الموت يا فتحيوات يا فتحيوات يا اهلا وسهلا اعمل لكم باتين شاي ايوم حاضر يا حبيبتين يا فتحيوات اهلا اتا دعمونك باعشان أنا؟ اه قوليت كلك متأكد يا باشا ما بلاش يا باشا دي قوليه يا صلاح يا لهوي اقولك صلاح حاف كده يعني؟ هديكي قلتها اهو شك الدبوس نزلت الشغل النهاردة ولا ايه؟ انزلت وبيعت عشر شرايط وشك حيو علي بتكسبي كم يعني من الشغل أنا دي؟ يعني خمستاشر ساعة عشرين يعني حسب رزق لو جبتلك الشغلية أنا بنفس المبلغ ده بتشتغلي؟ يا ريت يا ريت يا ريت يا سهد البشا يا ريت على قلة تلمي من الشوارع بس أنا دب افك الخط ولا معايش هدا ولا صنع شورنا دي مش محتاج الكلام ده هتشتغلي في ما اشغل واحلمة فيه ان كله حريم خلاص يا بيت اسمحي كلام ساعة تلباش اتفضل صلاح صلاح يا ام خلي البساط احمدي موسيقى 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 يستفرق علي الناس أنا أنا اللي كل الناس بتعتبرني قد وليهم أنا اللي كل الناس باعتبروني بمرهم وبحلهم بحياتي عايز تفرقهم عليهم يا واطي يا واطي حسبي الله ونعملوك فيك يا شو علي المنم التعديل شوفلو شاطة الامن في أهدوم شوفلو شاطة الامن في أهدوم شوفلو حسنا لمناها ونحن لهم شوفلو شاطة يا واطي يا سامن حسبي الله ونعملوك فيك اهدومي ترقصت بالحرارات ايه خلاصي اتروح فين السعادة انا عارف يا امه اروح فين انا عارف بيعمل كده ليه امه معايا بيعمل كده ليه هو شافك فين المبوس على عينك شافك فيه شافني وخلاص يا امه شافني وخلاص يا امه انا عمل اقولك الناس عملت اتلمس علي ليه هو انا بديهم الدارس اتنيهم عارفين المصيبة اللي انا فيها ابني ابني بزبطي حفل يا امه اقول اعملوك فيك ايه؟ حفلها امه 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 معلش يا حبيبي عشان خطري هو يوم كده ويرجعك اصلح اللي في امين ما تسعالش يا حبيبي ما تسعالش امه ليه بيكره اي حاجة بحبها يا امه ليه اي حاجة بحبها بيكره يا امه لا بيهد الحبي بيهد عشان خطي لا مش هاهدة يا امه مش هاهدة كل حاجة بيقول عليها لا امه اي حاجة بحبها بيقول عليها لا امه لا امه يا ربط يا سافر دول ما انت بتحسى ربنا وبتحسى موق تعالى يا لبها معنا أنه يسير واحدة يبلها بسرعة سرعة واحدة كل من عايش وحفوته عنه وابه وبطريح اللي تشجبه وابه وبطريحنا و أحوزت بتاهي الشباب يرامني ترى طعيطو عليها هولو نتكو البلب حازنا الله هنا برهو يمين هيا يا سامي انت فين انت فين انا عايز اجيلك حالة ابوها ترابي من البيت انت بتضحك يلا السلام انا جاي هلا فين يا فنان ايه جمال عايز ايه فكت مني اول وقت شوي ده حظه عالي عالي ايه اموراج المحترم بيصلي وبتاع ربنا مالوش في السكة الشمال زي بتاع تابويا دي يا عام احبت ربنا هسن انت عندك قبل وبيخلم معاه انا ابويا مبيش بني وبينه غير التفتيش الدول وقان طول النهار يخرى هم فجأة ارحمة بقولك يا غالي ما تيجي ندور على حاجة اللي اجوز بها دماغنا على فخرة انا معاه مصلحة عادة ولا مروحة دماغي مروحة ادينا يا غالي ارفع يا زيني انا ابي واشوه انا اتشوف منه دورك اناش بس راجل مستجلى اللي احنا خلاصوه افضرقك أقول لك يا شاوي الكرام جديد وهو قول كده معاين مدخل دا كده لمسك يا جلع هتقول يا جلع ازينا هلا الشكاة ها شكاة اسمين أنا مخلوق هل كل يدعش هرفوك طردك؟ اشبه حاجات كتيرة قابل دمختك عوام تعالى لو ش نفسك يا رائوة غوم يا الله ديه عوضة يا سيدي ما أحدش دخلها من ساعة باخدت الشقة دي من المعارض بتعرفتك ما تعملش بقى فيها حساس والجودة ها؟ انا ما بستعملهاش طب يا سامي انا انا عايزة اشتغل اشتغل اي حاجة بتنزل الستوديو؟ اعمل ايه؟ اه تمسك البوفيج شوية شوية انا زبط لك فرقة صحة تنزل معاه مدل فرقة الشغارة بتاعك انت اي حاجة؟ قول ان شاء الله فوق كده بقى فوق خلص صبوة دي خلص صبوة دي مش هتمشو على ايه يا استاذ تماما؟ استاذ تماما ها؟ مش هتروح يا استاذ؟ لا روح انت عم امر انا حافر طيب يا استاذ ربنا يهديلك حالا ارى سمحني يا رب سمحني وسامح ابني واهديه وارجع عن اللي هو فيه يا رب انت اللي قادر وغيرك ما يقدر استرني يا رب استرني دنيا واخره ما تفضحنيش يا سطار يا مسبت القلوب والأبصار يا مسبت القلوب والأبصار سبتني سبت قلبي ابني على الام هديه وارجع عن اللي هو فيه يا رب بسر فتحة كتابك الكريم بسم الله يا رب يا رب موسيقى شكرا صدق اول مرة اخرج مع واحد تتكلمي جد ام اولا هو ايه يا اخويا ده كل ما اقولك حاجة تقولي بجد بجد اه بجد بتطمن بس ليه خطمي اول مرة اخرج مع واحد عارف انا جايبلك ايه ايه خاتم ليه انا اه وربنا قدرني وبرقك دهب وليه بس وكل حاجة بسك يا بركة دعاك يا امه ربنا بعاتلي الراجل اللي طول عمري باحلم بيه يعني مبسوطة معايا مونة مبسوطة ولا من ده ايه يا اخويا تف من بوقك يعني ما انت شايف ان الفرحة مش سيعاني بس لمؤخذة لازم امشي ليه اصلي مش ايه لامي وبعدين يعني عادتنا كده وخروجنا مع بعض غلط اوه صح بس دايك كده انا هترنبك اكتر واكتر اشرب العصير بتاعك بعدين يمشي اشرب موسيقى بس بس يا ابن انت هوا اسيبوا العلمية مش عاوز اتضم ندورها يا أبلي. صدّالي. صدّالي مزيلة عالي. هات كرسي يا لأ. حدّر حدّر. وعليه الشوف؟ هتقابك معاي. تعبك راحة يا ستّ الكرس. صدّالي يا أبلي. صدّالي. صدّالي. هيا. تشرب ايه يا أبلي. لسه شربة شاي في الجيل. يبقى تشرب حاجة سعب. كالترخيرك. عندي مشورة ومستعجلة. هات يا لبطالين اللي جوا دي يا لأ. حدّر يا أبلي. مش باينة يعني يا أبلي. وانا بتحرك من البيت يا ستّى. والله يبقى عايزة أجل زوركو. بس الواحد بيتكسف. ليه؟ يعني من يوم المرحوم أبوكي من البيت. وانا ما دخلتش بيتكو. تعال في أي وقت يا ستّى. البيت بيتك. فك يا دي البطارية دي وركب دي. حاضر يا ستّى. ليه بس يا ستّى ما تدهيني توصيلة وخلاص. لا 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 قبضي مشاورك من البطارية دي وانا هصلح لك بطاريتك. ولما تقضي مشاورك حودها لك لحد البيت. فترخيرك يا ستّى. طيب. أنا خدامك يا ستّى الكل. أنا خدامك دانت العربية وصحبة العربية في عينينا. دور يا لك. ما تحرمش منك يا ستّى سعيد. السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا ستّى. لا عفو يا ستّى الكل. هتوعي يعني هتوعي يا بنت المدارس. خدوا وزعي دول عزيزي. مية حبيبتي. وحشتيني. أمتي كمان. عاملة إيه؟ معيسة. كده بردو؟ أكلمك مبارح بالليلي ولولي ينامت؟ ينامي بردو من غير ما تسلمي على ماما ليلة؟ زعلز بقى يا ماما. أنا يا حبيبتي عمري يا غزعل منك. عارفة بكرة حوديكي فين؟ فين؟ جميلة الحيوانين. لا؟ عشان تشوف العصافير اللي انت بتحبيها. وكمان حخليكي تصوري مع الفيلي الكبير قوي. ولا انت تخافي منه؟ طول ما أنا جنبك مخابش منه. قبيبت قلبي يا مية. يلا يا مية. راح العابي مع صحابك شوية. حبيبتي. كده البناتها ضغير من مية. أعمل إيه بس؟ أصلي بحبها. بحبها قوي. يا حبيبتي وأنا مقدرة لحب ده. بس نروعي زمايلها فتر شوية. ما تنسيش إن أنا لقيتها ويا حتة لحمة صغيرة. وليلو زريفي منعتني. أنا كنت تبنيتها. ربنا يديكي على قد أعمالك يا ليلة. نشوفك عروسة كده وتتجوزي بقى وفرقين. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. قريب. بكرة ربك يفريجها يا ابنان. أنا اللي غيظني الحرباء يا مرات أبويا دي. عمالة تدي حواء الأبويا من تحت ونتحت وأبويا مسدقها ومقويها علينا. بس كل ده كوم. وغيظها لمراتي عشان ما تتخلفش كل دهنا. اقفش. فاصلحة. في ايه؟ إدي ايه ده اظهال عفيني يا ده التوهو. ما عرب شحابي. المعلم فيه؟ ايه؟ دخل الشغل ده وصحيب سرعة. اخوة انت بتفعل عديدة ليه؟ استنى بس ده فكرنا نايمين على أوداننا. ده نجاب له الحكومة واتي. ايه؟ اه؟ ايه؟ ايه في ايه؟ ايه ليه؟ يا حفظي. إدي ايه ده اظهال عفيني يا معلم؟ رايح مطرح مرايح. بتسأل ليه؟ لا تعدل في الكلام. إدي ايه ده بيتباع براني. وانت هارش وانا هارش. طب ما يتباع يا حفظي وإحنا ملنا. قوله يا ابناء. افهم يا حمار. إدي ايه ده حصة الفرن. يا دوب مكاف الحارة. الباشا بيبيعوا براني. وابوك وابويا بيقفوا في الطبور. اه ما بتحصلوش على مغيف واحد. افهم بقى. يا ابني الحرامية. وقط صوتك انتو هو حتودونا في داهية. شيل الحبسوه. شيل الحبسوه. ايديب يفيدك اتعان. اخليه لما يساوس ولا استنفع منه. وعالعموم. خد. خد يا عم انتو هو. ميتين جنيه هو. مية كمان. ماشي. فضل. اه. بقولك ايه؟ اي دقيقة هيطلع من عندك هتدفع عليه. ايه؟ لا يا عم. انا حبيعي الحصة كلها في الفورن. وخليه. وانشاء الله حتى يعفل. بالنس. خد. انت مية. وانت متى؟ اه. اي يا بنتي مالك انت هتاكل الشيشة ولا ايه؟ يا اختي محرومة. هو ما انا قدر تفتكري هتشرب شيشة دي في البيت. ده انا جوزي كان بلغ عني البوليس. انت ما تبتشربي يا سجار ايه الفرق؟ انا بجد مش عارفة انت مستحملة جوزك ده على ايه. طيب وغلبان ودي اسمع كلامي. معنى ما بحبش الرجل الطاقة. على فكرة خد بالك يا شامس. ناهد دي. ده اباهم خمسة. ايوا عودي نقي علي يا نانس. انت ما انا ما بقوله ولا حاجة. ما انا قلت خمسة وهم ستة قصلا. طرف يا ناهد احنا فينا حاجة تشوحة بعض. انا برضو متجوز اربعة. على زمتك اربعة؟ لا طبعا هي سنة وبقلب على طول. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. خرقتي وقلنا معليش. وتاخرتي. قفلة تليفونك ليه؟ اتفلي علي يا بابا. ما لك يا بابا ايه اللي بنرفيزك؟ ولا حاجة يا اخ بكلم نفسي. في حاجة زعلك يعني. في حاجة بكلم نفسي. ما انا بقي الترطور في البيت هصلي. اعمل لها تليفون. قفلة تليفونها. طب حملتي حاجة. الله جرح حاجة. اتخلقتي. ما نحرفش. معلش يا بابا. هتلاقي التليفونها فاصل شحت. اكيد دي احني مش هيه اللي افلاها. ما فاصلت زفت. ما تتكلم من اي حتة. تطمنها يا اخ. ما تقلعش يا حبيبي. زمانها جاية في الطريقة. هي ما قلت لكش راحة فين. يا دي بتقول. طب يا حبيبي انت مش عايز اي حاجة. اعملها لك شاي قهوة اي حاجة. تقول ليه هتسد النفس والله ما عايز حاجة يا اخي قوم نامك. حاضر. لو عشت اي حاجة ندي علي. لأ خلاص لازم امشي. طب مش اجيب الامريتك. طب هقول لك هات انت احسن. ها دي. زيرو تماشر. لأ ساني واحدة ستفتحك وتقفناه. طب. الجوزي بيتصل. طب ما ترد عليها طيب. لأ ماينفعش. اهو قفل. قول بقى. زيرو تماشر. اربعة ثلاثة. سبعة ثلاثة. سبعة ثلاثة. خمسة تسعة تسعة. انا حقوقك. وحسجل نمليتك باسمي نانسي قوعي تنسي. لا تماما. بيرين. اوكي. مع السلام. باي باي يا حانتي. باي باي يا حانتي. مع السلام. مع السلام. مالك. جامدة. ايه يا نهدي حبيبتي. خططينا عليك. ماهلش ناقص فاصلي كانت الدنيا زحمة قوي. وانت ريفونك على طول مقفول كده. اه اصله كان قطع شح. وبعدين كنت سايقة وانت عارف ان انا مبعرفش ارد وانا سايقة. لا يا حبيبتي خلط. ايه وبعت رد وانت سايقة. بابوت فيك وانت بتخاف عليك. ايه بنت الواد صراحي. طب بقولك ايه. ايه. هاخدش وحسن. ايه. 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 مش كنت اسمعت كلامي يا سماء. ودقينا شوية طعبية وسترزقنا وفكينا عن نفسنا شوية. ابوس ايدك يا فاتف. ما تدلوش فرصة يشمت فينا ده اخويا وانا عارفاه. كيات كده النسوات. ولا مش قاتل. مخنوق يا سناء. مش طايق نفسي مخنوق. من ايه بس يا فاتحي. ما احنا عايشينه كويسين هو الحمد لله عايشتنا زي الفل. زي الفل. بتتحكي علي ولا بتتحكي على نفسك ولا بتتحكي على نيه. قولك مخنوق. مش طايق نفسي. مش طايق الدنيا. مش انت يا فاتحي اللي قلتلي يا بيت يا سناء تعالي نقعد برا شوية عشان نتهوى. فرقة ايه يعني. جوا زي برا. وانا كل يوم اتلاقى حينها اللي رايح ولا جاي بفرب السلام. ولا عجب. خلها صحافة شاكلي. زي زي الرصير. طب قوم يا خويا. قوم قوم معايا كده وروق. يلا قوم. قوم يا فاتحي. صلى على النبي بقى يا فاتحي. من بكرة ان شاء الله اول ما اعلن المراس يطلع هناخد حقنا في البيت وفي الورش. ساعتها مش هنتحوج لحد قبل. مش الفلوس فيي اللي مدايقاني. انا حاسس ان انا ما بقتش راجع. يا لهوي. ليه بتقول كده يا فاتحي بعد الشر عليك. انت راجل وسيد الرجالة كمان. راجل ازاي وانا ما بقربش نحيتك. ما بقربش نحيتك خالص. وتنسف عزي شبابك. مو مش بعيدك يا أخوي. هو مش الدكتور كان قالك ان انت لما تاخد العلاجة هتخيف. ساعتها بقى اي فاتحي. انا مش هبقى منحق عليك. مش اطران. مش تقلل العمال كل يوم يقولي. ايه يا واد. سناء بيستحملها كل ده وعشان ايه. عشان بحبك يا فاتحي. بحبك واعوزك. وبعدين انت جوزي واب وعيالي. وانا مش ممكن هرميك ابدا. وعشان تبقى عارف بقى. انت وعيالك عندي بعض ربنا ها. قلت ايه. انا ما بقدرش هزعالك. يا اخويا زعالي. يا اخويا زعالي. يا اخويا زعالي واضربني وبهدلني. ان شاء الله حتى تقلع الفريج لك وتنسله فوق دماغي. اذا كان ده يا اخويا اللي هي رايحك انا موافقة. هزعالك ازاي وانا عاجز. انا عاجز وكل حاجة انا لو عملتك كده بقى راجل نادي. ما تقولش كده يا خدي. انت معلBLE يا خ galaxين. ادن انت معل gan la lolcon, مالحة دجارة. كامل плюс يا اختي اجprochen. من كان يشاند علي أمامي. ماذا اتعلق بقى رجل بوله اتین انا خاد coû impresش. انا دعوه لكننيğu زي في التصفية. انا اباه التصفية قمت بتركيش الكنيسة من البطىها. شكليك تعبانني. انا حتى لو قعدت بالبند بكم تأمر تعباني. آمين. الله، 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 عزق يابي! يا الله! يا جنب. لا يفعلنا المشاكل كثير من هنا. حفظ، حفظ، حفظ. قطع النافس ابني الغشيمة ايه بلاك يا قريني؟ موباين رم رم ايه عميلة دي حتة جندة خدقتها ازاي؟ ولا حاجة نزل وساب الموباين على التابلو قلت لما عقبه ممكن موباين لو سمعت دي عالم يوم مش تعبنة في الفلوس ايه عم ايه حاجة رمي هيتا مل ايه بيست هذه القصة ايه ؟ ��라 saltsكى خلي مما تجب ال Yamash ها ايه قم سمع الموباين عليها ارقام مهم قام التركب ال Yamash ايه انت في الو اكسى مرى مرى ابتحصان متأخطى ايه إنه وشي شوار ما خيره عشان نظبط ماشي يا صاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاطم النجين الأجمعين ماما خلاص بقى يا ماما سامحيني مش هعمل كده تاني ما أنا عارفة عاوزة ايه تاني يا ماما احنا ما عندناش تلفزيون وانا عاوزة تفرج أنا نفسي أفهم إيه اللي شادك في التمثيلية دي يا ماما التمثيليات ما فيهاش حاجة عيب من اللي في دماغك أنا يا أخي ما فيش حاجة في دماغي قابل اللي في دماغي كنتي مش في دماغي قابل طب تعلي شو فيها معادي يا لهوي انت عايزة يا بيت ابوكي يطلقني ده أنا ماجي عشرين سانة ما تفرجش على تلفزيون ليه يا ماما عشان فيه حاجات وحشة وفيه حاجات حلوة لما يا حبيبتي تتجوزي وتروحي بيت جوزك اتفرجي عليه زي ما انت عاوزك خلاص جوزوني وهو يا بيت جلك ابن الحلال واحنا قلنا لأ مش لما يجي ابن الحلال خلاص يا ماما آخر مرة اروح اتفرج عند حد تاني غير نعمة طب سريني بقى كده افكر واشوف مين اللي ممكن اتطمله ان كنتي تروح لتفرج على تلفزيون عندهم يلا بقى اختيم الصلاح حرام عليك حاضر استغفر الله يا حسيني يا عم افهم بقى الرجل مدور مستودع لنا بيه بصحبي اتفقت معاها هيدينا القنبوبة بخمسة حباها بعشرين يعني القنبوبة فيها مصلحة خمسة عشر وحش وحش ايه ايه ايدي على كتفة بس الانبيت فيها ازمة اليمين دول والحكومة مفتحها عنها على الاخر نحنة هلطلع بالشغل على ستة الصدق اه قبل ما الحكومة تصحى صح كده ليه كده الحارة دي ده بتشفط لها كده عشرين قنبوبة في اليوم ضربوا بكده في عشرة عشرين في عشرة ضربتين جنيه حل وقاوي وانا لغيت الوقت كريم هناخد العربيع بتاعته بريالين في اليوم بريالين كتير هم عشين وسبهولي يا عم الموضوع كله شمال اوه قرش طول العربيع تقفى شدت قيضية شبا ماشي ماشي اخلعي بتاعتك ماشي خلاص ندينه ريالين التراسة بقى اللي احنا نشطب عن الموضوع ده في ساعة زمن خمسة الفجر ألاقيت قاعد قاعدتك بالصدى ده عالكورسي ده وهو كزير تماما اصبح المشروع ده بتاعيه أصلي ده السابق يا بو هذر معاك يا بو عارف رب الله و هذر معاك يالك الان ابقى الله ايه 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 انا قتلت ليعني في حدوبت الجهاز مولتلك هاجبهولا بس مستنى واقعلك حتة فرطح نهينا كده نعم خلص مكانش جهاز الجهاز بتاعتك فاضي وانتي تزودنا سرعته يعني هاتعيش براحتك كمان ده قلتلك ايه كنت عايزة يعني وصلة كده عشان لما تركب الجهاز عليك ده انا عركب لك وصلة للجهاز ده اخليه تريعيش من كتر السرعة طب يالله كش ولا ايه عايزين نعمل صادحة فيسبوك يا ده لا كن ما تعمل يا عامل انت صغير ما انت خلاص بيتعفريت نت انا عملته محاجمش بلغيني ايه يا ابن ما انت لازم تعمل صحاب وتطلق اصدقاء وانت شكلك مش علموا بالعرب لا انت عارف لو عملته بالعربي هتغرق بالغاية والله بس كده نعمله العربي سهل اموك ايه انت ده حيأكلنا وانا حشربنا يا عم باشا ما انا وديك الشغل طب مش تقول لا سايب نتباق عمالة طوحي مين وشمال واقولها طرل ولا راح فين كنت جاي جاي ما انت لو مش فاضي ابني اقول اجيب سواقع مش الشغل خلاص يا ابن حمشي خلاص ايه 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 في ايه يا بارك انعارف من يوم ما جابوا النت ده وجيه خراب على دماغ ودماغ اللي جابوني خلاص يا ابا الله ما تقولش على ابوك يا انا يلا راح في فشوغلك يلا يلا شفتوا اللي اللي بتباقو ازاي ما تروا يا عم ما كل اللي عال بتالى اغفر الله يا عزيزي اعني شوفش ايه لا لا انا خلاص يا عم تعالى 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 عماش شمس الاغتير معاك؟ معايا يلا تعالى يلا ولا هاد كورسي يلا حاضر يلا المتاعك معلم بارك روح يلا ننشاهد بسرعة يلا عاوزك في السشارة عاوزك في السشارة تحت امرك الكود اقول دلوقتي انا اعمل اعلان وراسة ولا ما اعملش انا مش عايز اغلط عايز امشي قانوني ومش عارف اعمل ايه انت مش قلت ان ابوك باعلك قبل ما يموت ايه بس مش لازم حد يعرف لا طبعا ايه بس بسيركم بعرفوا برضو اصلا كله بمعاده يعني بلاش اعم طب هو ابوك كان ليه كمان معاش غير البيت والوارشة لا المعاش ده من حق امراض يبقى تاخد حقه اه يبقى تعمل اعلام الروس الله يفتع عليك انا اقول تاخد رأيك برضا معلم بركة عشان يبقى استشارت كبارات الحتة حاتش يمسك عليها حاجة وتبقوا شاهدين وكله بميورد الله اه طبعا طلع طلع ايه صجرتين اه اه امي روح انت يا خالتي خلاص بقى كويسة اوه دي معقول يا بنتي اسبها وامشي ام روح انت يا بنتي تعبانة من ابانة اروح فين بس يا بيت الميا يا أختي بنتلوزها هي السبب دانا لما باجه اشرب بشم ريحة مجاري وامك دي ايه اعبيطة تسيب نفسها لحد ما توصل لكده انا باخلتي اما قلت لها حال لليما سمعتش كلام الصباح اناه اه 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 جبنا مصالفات اللي بتحبينه تسلم يا عبدالله روح انت عشان شوفتك طب مش عايزة فلوس؟ لا ربنا يخليك معي معي او لا؟ انا مش عايزك تقلعي دكتور طونيني وقالي ان شاء الله عطبك كويس بإذن الله عطبك كويس يا ربي عبدالله ان شاء الله عطبك كويس طيب عنا عفض عليك بكرة الصبح ولك الصباح خد كارسة التليفون دخليه معاك عشان تتكلم بالليلي حبيبي يا عبدالله فاكري من تليفوني مفوش شاح طبعا انا باتي فاكري من النهاردة مسؤولة مني في كل حاجة خلاص؟ خلاص قولك يا صباح ما بيش حاجة تبعي انا قطيص والغرب انا بنت رايق انا مش عايزة يالله يا اخويا يالله يا اخو انت هو اقلعه يالله عشان تستحمه يالله يا امه يالله خلاصه طبعا طبعا ما ترد يا بنتي هبقى يكلمني بعدين الله انتو طلعت الهباب ده هتاني ليه مش احنا خلاص قلنا هنبطل يالله هو انا هتجري فيه بلطلة حيطة تفضله من زيزة الله يرحمه وحبقى بحهم وتصدق على رؤك اذا كان كده ماشي تفاهمونا بقى يا حبيبت اللي جررنا مش مقصيمة الرجل حيجيلي بالله ياخد البضاعة ويسلمني فلوس وبقى كده خلصت اه نزيل فل هتو تكتبه على الرجل كده ليه ايه صلاح باشا اه لا ما تكلمتش في فلوس ما تقلقيش الرجل صاحب المصنق ده صاحب وانو موصيع ليك لا انا شاهلك للعوزة السئيلة خلوه صاحب اكلمك واشوفك راية يلا بالسلام بالسلام انت بتتحكي عالراجل ليه؟ ما تقوللي انتك مروحتيش ما اشغل ايه ويه باب اللي انت بتتكلمي عليه؟ هيعملولي ايه تلتميت ولا الميتين ملطوشة اللي انا هاخده احسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط لا اللف احسن افرد يا حبيب تراحل ما اشغل وسأل عليك ويعرف انك ما بتروحيش ما يسأل علي انا خر يا بنتي حرم عليك ده راجل بان علي ابن حلال وشكله كده مقبل مقبل على نفسه مش علي رحوا حمل عيال احسن رحيتهم طلعك اعمل اللي انت عايزاها اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ دك عبد اقول لك انك بيه الي اخلع ديوقتي ليه؟ مواصف الحي مواجوب في الحارة لو شفتنا مع بعض حقولو بيعملو الشغل اخلع طب هلغيت بسرعة عندي قولو خلص بوكرا هتستلم 500 لمبو هتسلموا من قسم التركيبات دول هركبو في الموض الحي وكولا وانا مش في الوردية الراجل جاي يقول لي هنبيع كم و هنراكب كم هنراكب ما و خمسين و هنبيع البيت اهو كيدا شغلني دوري الشب حاجة سامو عليكم حبيب قلبي ايه يا عامر مع السلامة سامو عليكم سلامة واري النالي ساني قبل اشتركوا في القناة